ليس سميته The art of insulin dosing To diabetic patients فسا واحد يقول اش ربط الارت بالموضوع صراحة الموضوع هو لا يخلو من مسألة الفن بمجرد انه الكلينيشين سواء كان الطبيب او الصيدلي اللي يتعامل مع هالموضوع بمجرد انه يتعلم يعرف المفاتيح اللي على ضوءها يعني تتحدد الدوز وانواع الانسولين والكائنة تكمل كل وحدة بكل الاحوال يعني صير المسألة والتعامل مع الدوز صير مجرد كل السهلة وسهلة التعامل معها لذلك اتمنى ان نكون نوفق باضافة معلومة جديدة لكم ان شاء الله في هذه المحاضرة The art of insulin dosing to diabetic patients بالتأكيد قبل لا نفوت لازم احنا نمهد الدايبيتس ولا اخذوا منكم تقريبا يعني وقت لا بأس بي بالتمهيد لمسألة قبل لا ابدو بالانسولين الدايبيتس باي ديفينشن خوة تعرفوه وانتو كلكم تعرفوه هو في ميتابوليك ديسوردر أو ملتبل ايتيولوجي كاركترايز باي كرونيك هايبرغليسيميا وذي سيربانسز أو كاربوهيدريت فات بروتين ميتابوليزم الاخري طبعا اللي اريد اقوله والمعلومة اللي اتهمني بهذا الكلام انه احنا كل البان نتصور دائما انه المشكلة الرئيسية بال العامة يعني وبال غير المتبحرين بالموضوع وبال غير اللي مهتمين للموضوع انه مادام ديابيتس فالمشكلة الرئيسية مشكلتي الاساسية عندي هو غلوكوز ميتابوليزم صحيح هي ولكن ايضا انبول فات ميتابوليزم انبول ديفكت انو بروتين ميتابوليزم يصير كاتابوليزم للبروتين وكل هاي الاشياء هي associated with diabetes فالمشكلة هي 3 تقريبا 3 components will be affected كاربوهيدريتز فات and proteins هذا والسبب الرئيسي له اما عدي مشكلتي بالانسولين اكشن او بالسكريشن او combination of both فلذلك يعني معناها اقصد تايب 1 او تايب 2 اي شي يعني اقصد اذا ناخذ فد نظرة يعني انفوغرافكت على مسألة الديابيتس بالعالم وبالعراق احنا طبعا بالعراق تدرون جنابكم الاحصائيات ما عدنا كلش مضبوطة يعني بالارقام ولكن لا بأس بين الفينة والاخرى تطلع عنا دراسة يعني تبايلنا الانسولين تبايلنا الابديوميولوجي او الprevalence of certain disease الى حد ما يعني تنطينا فد معلومة عنها واحنا صراحة نفتقر الى الارقام احنا بالعراق لا نحترم الارقام ونفتقر الى الارقام بابسط صورها في كثير من الاحيان نفتقر الى الارقام ولكن ناخد الصورة العامة للديابيتس مثلا بالعالم كله تقريبا اربعمية وثلاثة وستين مليون من الناس عزهم دايابيتس الحد يوم خمسة وعشرين اثنين الفين وعشرين هاي الحصائية العاخر الحصائية الحد خمسة وعشرين اثنين هي كانت اربعمية وثلاثة وستين مليون طبعا تقدر هذا واحد من كل 11 واحد من كل 11 يعني 8 people affected by diabetes واحد من كل اربعة من الناس ما يدرون عندهم دايابيتس واحد من كل اربعة قصدي من ذول الدايابيتكس هم اصلا ما يدرون عندهم دايابيتس واكثر شي يصير discovery للدايابيتس مالتهم عن طريق يعني accidentally صدفة راح يحلي مهمة جدا انه احنا نعرف شلون نتعامل مع الديابيتك بيشنت وبالضرورة لازم نعرف نتعامل مع الإنسولين لأنه إحنا we are going to save the life of our patients إذا أرجعكم شوية back للهيستولوجي هيستولوجي of فنكرياس أريدكم تذكرون ويا يا شباب أنا أتمنى هسا الموضوع الصبورة قدامي لأن أنا صراحة دائما أستمتع بالصبورة أكثر من الشرح على الباوربوينت ويعرفون الطلاب وطلاب الدورات الصبورة شوية تبطيك مساحة واسعة وتخلي قدامك يعني توصل للفكرة أسرع ولكن لا بس لأنه نقدر نحاول قدر كان نوصل فت فكرة معينة فإذا تباعونوا يا شباب هنانا إحنا عدنا البنكرياس البنكرياس بالضبط هاي خلنا نقول هي هاي البنكرياس خلنا نفترض هذا مقطع من البنكرياس البنكرياس بيها هاي السيلز اللي تباعوها هاي السيلز الصفر هاي هنا مقصدي هاي الغلانس هاي الصفر وبيها هاي البنص طبعا هاي الغلانس هاي الصفر هاي سمونها إكسوكراين بنكرياس أو أسناص الأسناي هاي كل وحدة أسناص والمجموع هنا يسمونها أسناي طيب ذني شنو دولي وهذا شنو البنكرياس 99% منها هي إكسوكراين غلان 99% منها إكسوكراين غلان يعني هاي الجزء الأصفر يشكل 99% أوكي هاي الجزء البنص هذا دا سمعوني شباب المنظمين المنظمين دا سمعوني أكو صوت يمكن أكو ناس يعني في مفتوح اللي هذا ما لاتهم يعني أوكي وضح الصوت فشباب الأعزاء يوني هذا الجزء الأصفر هو يشكل 99% اللي هو جزء إكسوكراين غلان وهذا البنص الآيلس أوف لانجر هانز هذا يشكل فقط 1% اللي هو بي راح أقولكم خبس أنواع من الخلايا طيب لذلك البنكرياسي يسمونها يسمونها هيترو هيترو كراينيقلان لا هي إندوكراين ولا هي إكسوكراين هيتروكراين ليش هيتروكراين لأن جزء منها إكسوكراين جزء منها إندوكراين صحيح الإكسوكراين هو الجزء الميجر لكن كل الأحوال إحنا عدنا 2 functions إليه هاي البنكرياسي الآيلس أوف لانجر هانز هاي اللي قدامكم المنطقة هاي باهة الخضرة هذا عفون اكتشافها العالم الألماني طبيب تشريح هو ألماني اسمه لانجر هانز سنة 1869 وبعدين سووا كاركترايزيشن عليها قربوا الصورة كلها إذا تقربون الصورة إليها تلقون بيها تقريبا خمس أنواع من الخلايا هاي هاي هسا الصورة القدام الإيلس أوف لانجر هانز خمس أنواع من الخلايا هاي الألفا سيلز اللي هي تدرون بها تفرز غلوكاقون والغلوكاقون هو هاي وظائف إليه مضمنها أنه يصعد السكر إذا أواحط هبط السكر عنده يصعد السكر إليه هو عكس الإنسولين تقريبا الألفا سيل شكل 20% من اللانجر هانز هاي طيب البيتا سيل اللي هي تفرز لنا الإنسولين والكل شغلنا راح يكون عليه تقريبا 70% من الخلايا هنا هي بيتا سيل تفرز لنا إنسولين الدلتا سيل تفرز لنا سوماتوستاتين دائما هي أقل من 10% يعني 5-6% حتى 7% هم توصل فيعني يسمونها دلتا سيل والسوماتوستاتين إلى حش موية منها السحن وأكو خلايا طبعا مو كلش مهمة بس هي يسمونها F-سيل أو يسمونها P-P-سيل P-P-سيل يعني Polypeptides P-P نواتي يسمونها P-P-H P-P-سيل هاي يعني تفرز لنا Polypeptides أو يسمونها Pancreatic Polypeptide سيل هذا الPolypeptides طبعا من ينفرز هذا ينظم كل الخلايا يعني ينظم عمل ألفا سيل وينظم عمل بيتا سيل وينظم عمل دلتا سيل وينظم هسا الإبسلون اللي راح أقولكم إياها فهذا وكأنما هو الترافك لايت اللي يقولها هاي امشي وهاي لا تمشين وهذا كأنما هذا Regulator for the action of other cells عدنا أكو هاي الخلية الإبسلون سيل هاي هاي مو كل الكتب تذكرها بس يعني لا بأس أنه نذكركم إياها لأنه مكانها بغير مكان موجودة الإبسلون سيل تفرز لنا الغريلين هورمون غريلين سامعين به الغريلين بيسمونه هنقر هورمون هنقر يعني هو الهورمون اللي هو مالة الجوع اللي حاسسنا بالجوع تقريبا واحد بالمية من البنكرياس يجينا طبعا هو الرئيسي إفرازي يصير من الفندس of the stomach هذا الغريلين بس من البنكرياس أيضا واحد بالمية ينفس أوكي شباب هذا كلش مهم احنا نعرف structure اللي هي الهوم of our subject الإنسولين بما أنه نحن نتحدث عن دايابيتس لا بأس السريع كلش أذكركم بالمين سيمتمز of دايابيتس عندنا أكو سيمتمز اللي هي مين يعني ممكن affecting the central يعني central nervous system مثلا واحد يصير عنده بوليدبسية يعطش هواية بوليفاجية أكيد يجوع هواية يصير عنده لثارجيك المريض لثارجيك أوكي ستوبر يصير عنده ممكن weight loss systemic يصير عنده blurred vision هاي شغلات تذكروها أنتو يصير acetone smell يصير مثلا apple smell رائحة ما لخل التفاح خاصة لعدهم ketosis يصير عندهم hyperventilation جماعة ال 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 دايابيتس أيضا affecting the gastric system و kinosia vomiting و polyurea تعرفونها والglycosurea أنتو تعرفونها كلكم أوكي شباب هذا كلها science اللي هي the main symptoms of diabetes قصدي طيب complications طبعا هذي ته early science complications اللي تطلع عنا من وراء الديابيتس أكو أكو عدي microvascular complications وأكو macrovascular complications المايكرو vascular ممكن تأثرنا على eye بالتأكيد المالكي سوالين اللي ممكن يروح يعني يطبب الخلايا ويشكم فلذلك وين يبقى يفتر يفتر بالcirculation إذا افتر بالcirculation هالمرة يظل يفتر يعني بكميات كبيرة وكل شيء يكثر عدده راح يحاول وين ما تلتفت تلقاق قدامك فلذلك راح يصير بي كأنما deposition أو incorporation of glucoz للبروتين مالة الآي مالة الآيز يعني blood circulation مالة الآيز وبالتالي ممكن يسوينا رتنوباثي ممكن يسوينا نفروباثي بنفس الطريقة لأن accumulation of glycated product نيوروباثي بالتأكيد يصير نيوروباثي ويصير المريض مالتنا يصير عده numbness أو عده دفكت يصير بالsensation بالsensation ما ما فالمريض ما يتحسس طبعا هذا النوع يسمونا sensory neuropathy sensory neuropathy بس تعرفون شون الأخطر منه والعياذ بالله هو اللي يسمونا autonomic neuropathy وإن شاء الله هذا ما يصير عد المريض لأنه إذا صار هذا autonomic neuropathy تدرون شي يصير يصير المريض أصلا يعني الautonomic system يعني الorgans controlled by autonomic system will be affected the heart will be affected يصير النهاية الشغلة اللي يسمونها erectile dysfunction عد المريض نتيجة autonomic neuropathy بالنسبة الماكرو vascular ممكن affecting the brain ويصير stroke affecting the heart ويصير increase the risk of heart disease extremities peripheral vascular disease يصير عد المريض لأنه يصير عد defect في blood vessel ويزيد risk ما لل peripheral vascular disease هاي كلها أستريع ما أريد أطب مالته لأن كل وحدة هي عبارة عن محاضرة واحدة طيب هاي السيين اللي حتشيناها واللي قلنا لكم إياها سواء السيين هاي قصد السيمتم اللي حتشيناها مال الدايابيتس وال المتطلع بعدين وبرس سنين هاي طبعا طيب هاي نعتمد عليها بالدايagnosis مال الدايابيتس بالتأكيد احنا ما نعتمد عليها بالأمانة احنا نعتمد بالدايagnosis الدايابيتس قاعد على المتطلع الدايابيتس عدنا ثلاث شغلات رئيسيات نباوع للمريض على مودي سيب الدايابيتس ثلاث شغلات رئيسية ما لكم علاقة بالجدول هذا قدامكم باعوا لي يعني انتوا باعوا للجدول بس أنا راح أشركم على الشغلات الرئيسية شباب أنا من أريد أنت المحاضرة أعتذر من الأخوة اللي هم يعني بعض الكلام يشكل لهم ABC بس إحنا دائما نحتي المواضيع بالمجموع يعني ربما أكو واحد ما يعرفها بالقاعدين فلازم دائما نحتي على أضعف الموجودين فإحنا عدنا الفاستينج بلاد شغر يعني يعني صير بي الداياجنوز على الفاستينج بلازما جلوكوز هذا مهم جدا عدنا أو بلاد شغر والفاستينج مثل ما تعرفون أنت نورمالي نورمالي إحنا من سبعين إلى مية حتى مية وعشرين يعني حتى مية وعشرين إحنا نقول لهذا المريض دايابيتيك تتذكرون هذا الرقم هذا الرقم نحفظه مية وستة وعشرين ملي جرام بير دي سي ليتر إذا طلع فاستينج بلاد شغر مالتنا مية أو بلازما جلوكوز مية وستة وعشرين ملي جرام أو أبوف هذا المريض مالتنا فاستينج يعني خلنقول هذا مبدئيا حط ببالي ممكن يكون دايابيتيك بعد شغلة الثانية غير الفاستينج عدنا يسمونه البوستبرانديل بوستبرانديل يعني أو يسميه أورال جلوكوز تولرانس تيست بوستبرانديل أو أورال غلوكوز تولرانس تيست يعني إذا هنا أنا راح تبهي ثنيا الأورال غلوكوز تولرانس تيست هذا طبعا التحليل الثاني هذا دائما ينظلم للأسف شلون ينظلم لأن يقلون للمريض يقلون يابا احنا نريد نحلل لك بعد الأكل يعني بعد الأكل نحلل لك أو يسمونه فاستبرانديل فترجمت بعد الأكل فبعض الناس عبالهم بعد الأكل ويروح يحلل بساعتها يروح يضرب التشريب والتمن ما طابت النفس ماكو بالحقيقة هو ما يصير هيتشي يعني المريض كود بي أجوكيتد لازم من يروح يحلل هم مو اسمه فاستبرانديل يعني معناها تاكل وتروح يحلل بس معناها أنه المريض يجوبوه يضوبوه لـ 75 غرام من الجلوكوز وإلى طريقة معينة جلوكوز يطونك تور جلوكوز وإلى طريقة معينة وينتظرون يقيسون ببرا ساعتين يشوفون القيمة ببرا ساعتين كون ببرا ساعتين 200 ميلي جرام شوفوا 200 ميلي جرام إذا بقى 200 ميلي جرام طبعا من 180 يقولون إذا فوق 180 بس 200 ميلي جرام بوست برانديال تيست أوكي في جي هذا القلم شوية ما يستيطل عليه أوكي شباب هسا هاي صار عندنا اثنين الشغلة الثالثة اللي نريدها هيموغلوبين A1C هاي الشغلة الثالثة هلان هيموغلوبين A1C طيب إحنا ما نقدر ليش ليش رحنا للهيموغلوبين A1C إحنا ما كتفينا حللنا فاستين بلد شوغر وحللنا بوست برانديال لقيناها مصعدات أو دي صعدا إذن أنا اتأكدت هذا المريض ما لتيبي أضافة للساين اللي عندها طلعت لي إذن هذا المريض ديابتك طيب ليش رحت للهيموغلوبين A1C وشني معنى هيموغلوبين A1C الهيموغلوبين A1C لللي ما يعرفوه لللي ناسي هو يسمونه glycated هيموغلوبين أو glycosylated هيموغلوبين الإنسولين بالسايل بداخل السايل فطار دي من المكان الرئيسي يفتر بالشارع اللي هو بالسيركوليشن وين يلقي يلقي الهيموغلوبين راح يحشر نفسه بنص الستراكشور ما للهيموغلوبين يل بدي يلاقي يختل بي فراح يصير هذا فراح يصير من يدخل بالهيموغلوبين مسموح مسموح أنه كمية من الهيموغلوبين يدخل بالهيموغلوبين الحد 6% 6 وشوية بس فوقها لا هالمرة يصير دفكت عندنا بالهيموغلوبين أيضا وبنفس الوقت يعني indicate something indicate أنه عدي جلوكوز كل شوية ما دام صعد أكثر فإحنا الهيموغلوبين A1C شباب إذا صعد إذا صارت نسبته أكثر من 6 ونص معناها هذا المريض hyperglycemic للفترة الماضية ها للفترة الماضية يعني معناها يطيني indication أريد أسألكم سؤال إش قد تتذكرون عمر الـ RBC تتذكرون طبعا ما جاوبون أنتم بس مقلبكم وتجاوبون عمر الـ RBC هي تقريبا مدقنا نقول 120 يوم تقريبا 4 شهر في هالحدود فهذا يطيني indication ما دام هو بالهيموغلوبين الهيموغلوبين اللي بداخل الـ RBC يطيني indication إذا زاد الأي 1C إذا الأي 1C زايد معناها إحنا عدنا الثلاثة شهر الماضية كان المريض ما مسيطر على السكر فلذلك الثلاثة شهر الماضية كان دائما صاعد الـ Glucose بحيث صاعد الـ هيموغلوبين A1C وإلى قيم كل ما مثلا صار 7 كل ما صار 7 حفظه هذا الرقم 7 تقريبا يعني 7 يعني 170 الـ Glucose مالكة هيش تقريبا يعني حتى تحفظون بس رقم 7 170 قبالها إذا صار 8 بس زوده 35 بعد صارت 205 إذا 9 زوده 35 إذا 10 زوده 35 وهكذا يعني إذا تتعرف الـ A1C جد يقابل من الـ Glucose هاي بشور تقريبية هي شي هاي نيمونك يعني حلم تعرفون ما تنسونها فهيا يا شباب هاي شباب عدنا هسه الـ Diagnosis based on أما Fasting أو Oral Glucose Tolerance test اللي هو Post-Brandial والـ Hemoglobin A1C ليطيني indication على الـ Control على Blood Sugar للأشهر الثلاثة الماضية طبعا إحنا بس عدنا هنا يستخدمون المليجرام بيرتسي ليتر بعض دول العالم يستخدمون مليمول ما يستخدمون مليجرام مليمول ما ريد أدوخك بهاي القياس بس أنت وين ما شوف مليمول وين ما شوف مليمول وتريد يتحول للمليغرام بس ضربه في 18 إشقد رقم عدك ضربه في 18 يطلع لك ملي قسم مليمول خاف بالكيس تجيك مكتوبة كيس أمريكية ومسوي لها كوبي بيس لحنا لكم فيعني يطيك بالمليمول فأنت تريد تحول هل ملي جرام بس تضرب ها في 18 الكمون تايب ايضا نمشي بها السريع تايب ون دايابيتس شباب تايب ون دايابيتس تعرفون أنا مشكلة الرئيسية البيتاسيل اللي هي نورمال تفرز انسولين ما عادت تقدر تفرز انسولين وبالتالي الجلوكوز بعد ما يفوت للخلايا وصير هايبر غلايسية فإن فالأيضا تبروديوس انسولين هذا تايب ون فالأيضا تبروديوس انسولين وتايب تو لا الانسولين يعني البيتاسيل تطلع لانسولين صحيح قليل صحيح كميته اكو ريزيستن تصير عندي بالرسبتر يعني يوصل للرسبتر يريد يقعد على الرسبتر ماذا يقدر يقعد على الرسبتر وبالتالي صارت المشكلة ممكن جزء منها ديكريس سيكريش شوية وجزء منها أيضا ريزيستنس انسولين ريزيستنس فهذا الفرق بين الانسولين تايب ون انسولين والتايب تو انسولين بالاضافة الى فرقات كثيرة احنا مو بصدتها ولكن نتذكر انه دائما شنا هذا نسميه هذا نسميه شنا سابقا التايب ون كان اسم الى سابقا قديم يسمونه انسولين ديبندنت دايبيت اسم انسولين ديبندنت ما عاد هو يستخدم هذا الاسم تايب وان وتيب تو وايضا هذا دائما يصير بالعمر هم صغار يعني جوه الثلاثين العمر جوه الثلاثين يصير بيه تايب ون بينما هذا الانسولين اللي هو يعني تايب تو بالعاد يصير بالعمر الاكثر من ثلاثين حتى هذا يسمونه هذا الاول يسمونه جوفينايل دايبيتس وهذا يسمونه ماتوريتي اونست ماتوريتي اونست لأن يصير بالاقبار بس ما عاد هذا التصنيف وهذا المفهوم رائج صار اولا يقول لك لا عيني هذا حش مو شرط ممكن تايب ون ويصير بالاكبار ممكن تايب تو ويصير بالزغار لذلك طلع عنا نوعين جدد من دايبيتس واحد يسمونه لادة سيارة لادة ماكو واحد يسمونه مودي مودي ولادة طيب شنه هذا مودي ولادة مودي ولادة يقول لك ياب انت مو تقول تايب ون لازم يصير بالزغار طيب انا احنا بدينا نلقى ناس هم كبار ويصير عدهم تايب ون يعني صفات الديابيتس تايب ون فشلون ليش هم كبار وصير عدهم تايب ون هال يسمونه لادة يسمونه لاتنت أوتو اميون دايابيتس كل الصفات مالك تايب ون بينما هو يصير بالليتنت يصير يجي بعديا يعني هنا هنا يعني اكو بعض الكتب يسمونه تايب ون بوين فايف وعدنا تايب ون وتي 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 شباب فهذا اللي تكون تعرفونا و ايضا ممكن شاف ويصير المودي هذا المودي اللي هو مودي ومودي طبعا خمس انواع احنا مو بصدده مودي خمس انواع بس يعني احنا خلنا نستعجل ونروح للانسولين صاحب نريد نسول الفعالية فالماتوريتي انسول هذا ممكن هو تايب بس يصير بالزغار وطبعا هو يسمونه أوتوسومال ريسسف مو أوتوسومال دومين يعني تذكرون الصفات الهجينة والصفات السائدة ما ندوقكم بصفاته اوكي فخلوا ببالكم ليش أقولكم هاي الشغلة علموا تعرف انه الهج ما عاد هو الاند مارك بالداياغنوسز أوف تايب وان أو تايب تو لا الهج ممكن احنا نعبرا ما نقدر نسميه يعني ماتوريتي اونست أو جوبنايل تايب وان وتيب تايب يصير عدهم جستيشنال دايابيتس وأكثر شي تعرفون تزداد الهورمونز عد المرأة الحامل والدايابيتوجينيك هورمونز كلها تزداد عدها وبالتالي ممكن تزيد البلاد غلوكوز ويصير عدها دايابيتس وتزداد عدها الريزستنس أصلا فالمريضة طبعا من الصير من يعني يعني تجيب توصل للولادة ممكن أكثر المريضات يفقد يعني يرجع عن طبيعيات صحيح بعض نسبة منهم يتحول إلى تايب تو دايابيتس بس يعني أكثر هم يرجعون طبيعي يسمونه جستيشنال دايابيتس طيب هسا احنا قبل نوصل للتريتمان أو نحكي عن التريتمان بصورة عام حتى أمهد للانسولين احنا طبعا من تخلي ببالك أنت عدك دايابيتس وتريد تعالجة أكو ثلاث شغلات رئيسية مبدئيا أنت ببالك هو تايب ون وتي 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 شخص كأنما نوع من أنواع الدايابيتس طيب أول شغلة تخلوها ببالكم هي أنه الدايت الدايت مالك المريض طبعا أنا سامن راح أحشلك لكم ما راح أحشلك لكم نيوترشن هم يحددون بس إحنا نحش الأساس العلمي مالك الدايت شن الأساس العلمي اللي إحنا على ضوء هاي الدايت الأولى وهو إذا تايب بالتأكيد يأخذ أورال دراجز يعني هايفو غلايسيميك دراجز ويا انسولين سواء كان تايب ون أو ربما تايب تو هذا ثلاث شغلات نخليها ببالنا دايت ودراجز وانسولين بالنسبة للدايت يا شباب تخلون ببالكم الأساس العلمي للدايت فقط وقلت لكم جماعة النيوترشن هم اللي يبتلون بشغلة تحديد الدايت مالك صحيح أن تعدكم معلومات وتعرفوها وتعرفون هذا الخبز الأسمر أحسن من الأبيض وكذا بس إحنا ناخذ بصورة عامة الأشياء العامة اللي هي فانتبهوا ويايا شباب الكلوري ما لأي واحد ما لخلي نقول هسا طبعا تشيركم الشغلات أبسط الطرق بحث إحنا بس مجرد ناخذ فكرة الكلوري مال النورمال اندفيجول خلوا ببالكم أنه إحنا نحتاج 30 كيلو كيلوري لكل كيلو غرام من البودي ويت شقد وزنك هسا كل واحد ما هو على الوزن كل كل كيلو غرام انت تحتاج لوزنك 30 كيلو كيلوري ف30 إذا نفترض وزن 70 70 كيلو غرام أنا مثلا وزني 75 كيلو غرام أو 76 أو 75 أضربها في 30 كيلو كيلوري 70 خلنا نضرب 70 في 30 بالتأكيد رح تطلع عنا 21 أو سوري 2100 كيلو كيلوري نخليه دائما بشكل زائد ناقص فمن 2000 إلى 2500 وعظم الناس يحتاجون من 2000 إلى 2500 كيلو كيلوري نوربالي إذا عندك طفل الطفل يحتاج growth ويحتاج سوالف وهو يركض 24 ساعة فبهاي الحالة قل للطفل شوية زود زود لي شوية الطفل سوي 40 كيلو كيلوري بير كيلو نحتاج إذا واحد أوبيس هذا نعاقبة شوية أوبيس نقول لأ أنت ما دوم أوبيس راح ننزل الكالوري زمالتك نعاقبة نطي 20 كيلو كيلوري بير كيلو غرام ما نطي هواية هاي الحاجة مال كيلوري نريد نجوع شوية وبنفس الوقت من جهة أخرى هاي الصفحة الثانية من الصبورة فعدنا هنا منين نجيب هاي الكالوري منين نجيبها يعني يقول لك الستندر مالتك لازم تاخذ 15% بروتين 55% كاربوهايدريت 30% فات مختلاف المدارس طبعا لس هاي الكمون النحشة يعني ف15% بروتين 55% كاربوهايدريت و30% فات هاي الحالة هاي هالمرة الدايت مالتي يحدد لي وإذا هو دايبية يحدده بالدايت يقول يا بأ النسبة المطلوبة ايكو شغلة مهمة بالدايت دائما تذكروها واحدة يسمونها Glycemic Index ووحدة يسمونها Glycemic Load فاي انت من تروح حسا تريد تشتري لك حاجة طبعا هاي خاصة البنات البنات من يروحون يشترون شغلة يقلبون يقرون يعني every single detail على العلبة يقرون يعني ينزم لهذا هلقت بي هلقت كالوريز احنا بالنسبة نجيبوشمر بالعربانة ما ندرجين الساج يعني المهم جدا انه احنا عدنا Glycemic Index شباب Glycemic Index هو الشقد يعني كأنما يقيسون يأخذون Glucose ويشوفون بالنسبة الشقد Glycemic Index الجلوكوز هو 100% كل الأشياء الأكل الآخر أقيسة بالنسبة للGlycose وهكذا Glycemic Load تعريف Glycemic Index يعني يعني من تطي أكله من تطي Glucose وأكله ثانية وتقارن بيناتهم اشقد سرعة هاي الأكلة الثانية مقارنة بالGlycose يعني Glucose أكيد سرعتك كأنما يصعد Glucose يصعد يصعد السكر بالنسبة 100% فهاي الأكلة اي الصعدة ب55% ديشة ب70% ديشة ب80% أمو ال80% أسميها High Glycemic Index الجي آي مالتها كنش عالي لأنها رأسا يعني يصعد الجلوكوز بالجسم فإذا سمعت Index معناها How quickly Carbohydrate Effect Blood Glucose How quickly يعني مو كمية شقد سريع يعني كأنما بسرعة يصعد الجلوكوز طبعا إذا سمعت هاي عدها Low Low Glycemic Index يعني جو 55 إذا شفت الرقم مالتها جو 55 هذا قل المريض السكر روح كل هاي الأكلة ما دام Glycemic Index مالتها جو 55 لأن هاي يسمونها Low Glycemic Index إذا قريته بالعلبة لا والله Glycemic Index مالتها بين هذا Intermediate أو هذا هنا نسميه High High يعني الـ Intermediate used with caution بينما High يعني should not be used for diabetic patient فأنتو إذا لزمتو لكم فد علبة معينة تريد تطونها للديابيت تقلوا لا بهذا قرارنا Glycemic Index تقلونه عليها إذا عالي تتجنبوها للديابيت patient الجليcemic لود لا هالمرة هذا How How much يعني معناها تفسيرها أنه How much Glucose يصعد يعني قد يصعد Glucose بالنسبة يعني إذا تطي خنقول 100 ميلي جرام من Glucose وتطي 100 ميلي جرام من هاي المادة اللي انت تقولها اش قد نسبة تصعد من اش قد كمية يصعد هو هذا نسمي بها الحالة Glycemic Lode فهن أنا إلى أرقام يعني هنا 20 من 20 جماعة 20 وفوق Glycemic Lode من 20 وفوق هن نسميهم High Glycemic Lode وهن Intermediate وهن Low Low Freely Used For Diabetic Patient Intermediate هن Used With Caution وهن Should Not Be Used الآن طبينا Treatment إحنا طبعا بما أنه عندك Type 1 و Type 2 ليه قدام حددناها أبو Type 2 حتى بعدين بالأخير أنا أحكي عليه بس على مود إحنا مو 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 بس أخليت لكم سلايد واحد بس أذكركم بي هم كل شهوية أنواع بس هذا سلايد قدامكم هذا كل مهم نعتبره بال Clinical Area هذا المخطط هذا American Diabetic Association كل هنا هي Guideline بالبداية على Life Style 3 شهر وبعدين على Mono Thera 3 شهر وبعدين على Dual Thera 3 شهر وتعصل للTriple Therapy فهذا Guideline اللي أريد أقوله أقولكم بالguide يقولك إذا أوصلت للأخير آخر شي آخر شي بالType 2 وما ما استفاد المريض على Oral Hypoglycemic agent فنقدر نضيف لإنسولين إذن الإنسولين واحد من الأشياء اللي أيضا حتى نستخدمها لل Diabetic Patient Type 2 فلذلك يعني إحنا مو بس Type بعدين بالType 2 تعرفون ضمن الguide الخطوة الأخيرة أنه نستخدم إنسولين بلس Oral Hypoglycemic agent وبنكم آخر خطوة بعدين نقطع Oral Hypoglycemic agent إذا نصل المت معين راح أعلمكم عليه قبل لا أفوت بالإنسولين لازم هس إحنا صراحة لو إحنا المفروض نقرأ الفاتحة الذول القدامنا ذول أستميحكم عذرا والأخوة المنظمين أن أخذ دقيقة أو أكثر أقولكم قصة ذول الناس القدامنا شنو ذول صراحة ذول لازم نذكر الفضل ما لات هذا القدامنا يسمون Panting Panting و Macloid Based و Colib أقولكم قصة Panting هذا هو المكتشف الإنسولين هذا المكتشف الرئيسي للإنسولين هذا يسمون Panting العالم Panting هو Nobel Prize winner كلهم حاصلين على جائزة نوبل لكن سأقولكم القصة ما لات هذا Panting بالبداية لم يكن طبيب طبعا حاصل على ماجستير بالطب هذا بالبداية لم يكن طبيب أصلا كان بكلية ثانية لكن حتى من كبر شوية يلا راح الكلية الطب راح الكلية الطب وبعد من راح الكلية الطب صارت حرب وطبع جنابكم ذيك الفترة يعني 1921 وفي فترة الحرب العالمية فهذا Panting طبعا راح للحرب قام هناك يعالجهم طلب فرق تطوعية وراحوا إياهم وكان طبيب وبكتها ماجستير بطب وبعدين من رجع للحرب صراحة عيادته ما كانت تشتغل يعني قاعد وساكت حتى أصلا ما عنده فلوس يشتري قاعد وساكت تدرون ما باني لإسم ولا صاير كلاس A ولا هذي فظل قاعد بعدين بالأخير يضطر يروح يسوي محاضرات بجامعة معينة بكندا فمن راح أمط محاضرات وهو يسوي محاضرات للطلاب فاللي فتنظرة فتنظرة مواضيع المتعلقة بالميتاموليزم مالة الكلوكوز وشلون الكلوكوز يصير ميتاموليزم وشلون أكو ميسينج عندنا بعدين ما مسمينها إنسولين ميسينج تنفرز من لانجرهانز وذولة جماعة الديابيتس عدهم ميسينج لذلك يصير عدهم دايابيتس ويموتون خلال ربما حتى أيام أو بالماكسيمم فد أشهر يموتون لأنشان ما ما إنسولين فلذلك يسوه قل لك هاي الشغلة يعني كلش عجبتني وخلى أبحث بيها بدأ يدروس إلى أن طبعا صارت عده أفكار معينة لهذا الموضوع إجي مشي للجامعة رئيس قسم الفسلجة بهاي الجامعة رئيس قسم الفسلجة اسمه ماك لويد هذا رئيس قسم الفسلجة ماك لويد قل لها هذا ماك لويد خلي عدي خوش أفكار هاي متعلقة خليشتغل أنا وياك هاي ألي الأشياء وأني أشتغل وياك يعني بشرافك وكذا سوالة جهز له جهز له مختبر فتشي مختبر منزوي غرفة صغيرونة تعبانة كلش ما بيها جهز له وقل له أقول له هذا الطالب هذا بيست كان طالب ماجستير هذا بيست لقدامكم كان طالب ماجستير فقل له يا بيست انت اشتغل ويبينتينك شوف بالك تولا توصلون إلى فتشي وطبعا هذا ظل قاعد بالمكتب مالته وما لعلاقة ماك لويد اوكي هاي القصة مالذولة الثلاثة اشتغلوا فترة كلش كبيرة بحيث تقللهم هذا ماك لويد تقللهم دير بالكم هم كانوا يشتغلون على الكلاب وبكتها فدير بالكم تستهلكون هواين الكلاب من البيت الحيواني لكم بس عشر كلاب فقط ما مسبوح لكم تاخذون اكثر من عشر كلاب فقاموا يشتغلون على الكلاب يفكرون بأفكار هو هذا الرئيس يفكر وهذا مساعد مالك طالب طالب ماجستير فقاموا يشتغلون على الكلاب جدهم فكرة انه بما انه محاولات قبلهم انه يعزلون هاي المادة مالة البنكرياس فقال لك اكو وصلت افكار كبيرة ما ردد اوكم بها بس انه يعقدون النبيبات بس النتيجة النهائية انه هم توصلوا الى يحاولوا انه يطلعون البنكرياس بعد ما يموتون الاكسوكراين من البنكرياس ويبقون بس الاندوكراين ويسووا لها اكستراكشن وغير بوقوا يشتغلون على الكلاب الى ان خلصت مالة المختبر العشرة وظل هذا يفتر بالشوارع والأزقة الظلمة يدور على كلاب سائبة حتى يحصل عليها شوفوا الاكتشافات هاي هواي نحصل منها فبعدين من وصلت السالفة الى يعني يعني بدأ يدور عليها ويلزمها بربطة العنق مالتا ويحاول يجيبها للمختبر فهذا يا شباب بعدين توصل الى اخر وصل الى عدد عدد من الكلاب وصل الى رقم 390 رقم 390 هذا شوفوا 390 هذا بلش قدروا ببكتها يسوي اكستراكشن لهاي المادة مالة الانسولين رقم 390 كلاب عدد الكلاب اللي استخدمهم وطبعا هذا حقنها وطبعا كل ما هاي تموت الكلاب يسويه وتموت بعدين حقنها الرقم يسمون الكلب 410 410 حتى هذا الرقم 410 هو يسمونه مقدس رقم الحضي 410 اللي نجحت به ببكتها اول تجربة بالانسولين على الانيمال اللي استكتشفها بينتينك طبعا استمرت التجارب وراحوا الماكلويد وقالوا خوش وصلنا الى تجارب فكبر لهم المختبر كبر المختبر وجاب لهم واحد ثاني يشتغلوا هذا بيست بس مو كولب هذا كولب صيدلاني وذولا طباء فجاب لهم واحد ثاني طالب هنا نوي وي بيست بدوا يتناوبون يساعدون بينتينك ولا ان بعدين استخدم 1921 طو الى اول مريض اسمه ثومسن المريض وبدت شغل الانسولين اخر شي طبعا اخر شي صارت مشاكل بين ماكلويد وبين بينتينك وبعدين راحوا اخذوا جائزة نوبل بحيث هذا بنتينك كلش هذا بنتينك كلش زعل يقولك جاب سنوبل طلعت بالمشاركة بيناتهم يعني مناصفة بين بنتينك وبين ماكلويد فهذا بنتينك قال لهم المفروض هذا نايم وي الكلاب هو اللي يستحق الجائزة مو قاعد بمكتبة يعني بيست فهذا ماكلويد قال لهم لا المفروض كولب كولب هو اللي يستحق اللي هذا كولب الصيدلاني اللي سوى بيوريفيكيشن للإنسولين لأنشان يسوي أليرج هو اللي أول ما سوى بشكل إنسولين قابل للحقن هذا كولب الصيدلاني بعدين آخر شي تفقى وأخذ وجائزة نوبل بالمشاركة يعني بياناتهم هاي قصتهم طولت بها بس هي قصة بها كثير من النقاط اللي لازم نتوقف عندها ولازم نعرف فضلهم أنا إن شاء الله أسوي فيديو واحدة لأن كثير من الكلام عفته وكثير من النقاط الإلهامية ممكن إحنا نستفيد بها هذا الإنسولين قدامكم هذا الإنسولين هذا أريد واحد من الشباب المنظمين بكتور محمود أريد يضطيني فيدباك الأمور شوان هاي محمود ألو تور محمود جيدة الأمور الصوت واضح جيد جيد شباب هذا الإنسولين قدامكم هو الإنسولين اللي إحنا بصدد حجة عنه هذا الإنسولين طبعا هو نعم يسأل فضلي تفضلوا أنا ميوت وتفضلوا ألو أنا انتقراليا لأننا ما نشوف الشاشة ما نتطالع هيدش إذا تحب تخلي الأسئلة للأخير يعني مو أحسن دكتور محمود يعني حتى لأن يصير انتربشن يلا رح أكمل زيد الأخوة يعني إن شاء الله كلكم يسمعوني وإن شاء الله الصوت واضح وإن شاء الله أنا ما يعني أثقل عليكم بالشرح لهواية الإنسولين قدامكم شباب الإنسولين أول ما ينفرز هو يعني شكل كانوا سابقا يعلمونا يقلونا يرسموا رقم 9 شوفوا رقم 9 هذا هذا رقم 9 تقريبا هي مكتوب رقم 9 هذا هو البرو إنسولين بشكل رقم 9 دائما هذا القبل يسمونه بري برو إنسولين بري برو إنسولين رح ينقص منه جزء هنا أنا بالمقص ينقص هذا الجزء يروح الجزء الأخضر يضل هذا هذا يسمونه برو إنسولين ينفرز ويصنع وينضم بالبيتا سيل البرو إنسولين وطبعا على موجه يصنع منه الإنسولين رح قدنا أكو سيرتن إنزايم موجودة هاي الإنزيمات موجودة بداخل يعني البيتا سيل ممكن تقصها تقص الإنسولين من نانا شوفوا تقص الإنسولين من نانا هذا مقص يقص كليفج هاي سايت أوف كليفج ومن نانا وبالتالي راح الإنسولين هالمرة يصير تو 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 تربطهم دايس الفايد تطلع عندنا النتيجة النهائية هذا الإنسولين اللي قدامكم واللي هو وحدة منهم 21 أمينو أسد مهم عدة تتذكروني الأمينو أسد لان راح أقولكم أنواع الإنسولين بناء عليها يعني هذا ال21 أمينو أسد وهذا 30 أمينو أسد التوتال مالت الإنسولين كلهم 51 أمينو أسد هذا الإنسولين بصورة عامة وهذا الـ وطبعا الإنسولين راح تعرفون مركبوا بشكل يعني سداسي كله متجمع بشكل سداسي ست كل ست جزيئات إن الإنسولين مفترات على zinc molecule أو zinc zinc يعني من أريد أقولكم شلون يشتغل الإنسولين هذا الإنسولين يل قدامكم شلون يشتغل اتخيلوا قدامي شباب اتخيلوا هذا راح أجر خط هنا تشوفون انتوا هذا الخط راح ينمسح بعدين بس جاي كأنما صبورة قدامي وداقسم لكم إياها قسميا هاي الجهة وهاي الجهة هاي تخيلول إياها الله يرضى عنكم ركزوا ويايا هذا البيتا سيل وهاي اثر سيل تخيل انت يا سيل قدامك اثر سيل خلنا نقول سيل أوف دي مصول سيل أوف دي هارت سيل أوف دي ليفار وتبا زيئ هاي البيتا سيل الشجاي يجري بيها على موض يطلع إنسولين هاي البيتا سيل أول ما يجي الفوت يجينا الفوت الفوت راح يساعد الإنسولين يساعد الكلوكوس مو فالكلوكوس شي يصير به الكلوكوس راح يفوت عن طريق رسبتر أو عن طريق فتشنل هنانا يفوت لداخل البيتا سيل البيتا سيل راح تتحسسه تتحسس الكلوكوس اللي طبلها طيب سؤالي هنانا سؤالي هنانا مو أكو شنل زيئن هي البيتا سيل مو خلية شلون الكلوكوس فاتلها هنانا فاتلها بدون ما عده انسولين بدون ما يساعد الانسولين هنانا الجواب هذا الفتحة أو المدخل اللي يطب منه الكلوكوس للبيتا سيل هذا يسمونه نن انسولين ديبندنت انتري يعني أو نن انسولين ديبندنت كيرير موجود هنانا يسمونه هو صحيح كلوكوس كيرير بس يسمونه جلوتي جلوتي تو رقم اثني بينما ذاك هسا راح نوصل لرقم اربعة هو المهم عدنا بس هذا رقم اثني دائما رقم اثني يسمونه انسولين اندبندنت منه وصل لها سعجي لكم بس المهم تخلوني انه طب الكلوكوس لداخل البيتا سيل إذا تذكرون بالبيوكمستري الكلوكوس من يريد يطب للسيل وتدرون عدنا الكولجي أبارتاس والميتو كوندريا والآخر هي تذكرون غلايكولايسيز عملية غلايكولايسيز ويطلع الغلوكوز يتحول الى غلوكوس سيكس فوسفيت وبعدين الغلوكوس سيكس فوسفيت يتحول الى بايروفيت والبايروفيت يتحول الى أستايل كو اي والأستايل كو اي المفروض الطب كريبس سايكل هاي أشياء قديمة تذكرها بس بالنتيجة النهائية ورا هذا الحج كله أكيد رح تنتج اي تي بي الغلوكوز رح ينتج الى اي تي بي فبمجرد دخل الغلوكوز الداخل البيتاسي طلع عنا زاد الـ اي تي بي اوكي هاي اول خطوة بالانسولين يعني كان على مود الانسولين يصير بيريليز زاد الـ اي تي بي الـ اي تي بي بمجرد يزداد اكو عدنا چانل هنانه بيسمونها اي تي بي بي تي بي بس يصعد الـ اي تي بي رح يروح يسده يسد تنسد هنانه طيب اذا نسدت الـ البوتاسي هو مايجر انترا سيليلر لو اكسترا سيليلر اكيد رح تجاوesc تقول باكتور مايجر البوتاسي Singapore انترا سيليلر يعني كميت不會 داخل الـ أعلى من كميته خارج السيل خارج السيل بالسيركوليشن هو خمسة point something يعني ماكسمم هذا من ثلاثة ونص إلى خمسة داخل السيل كل شهوية يوصل الـ 150 من الكوفلان طيب هاي كميته كل شهوية طيب إذا سدينا علي المكان ما خلينا يطلع راح يتراكم هنا لو ما يتراكم هسا تقول لي يتراكم هو positive charge لو مو positive charge أي positive الـ positivity راح تزداد بداخل السيل هنانا اي تزداد يعني الـ steel wall من الداخل راح يصير positive هنانا راح يصير positive الـ cell membrane ما للـ beta cell راح يصير positive وانا قبل ادرسكم على الـ calcium channel blocker شقدنا لكم اكو نوع من الـ channels ما للـ calcium يسمونها voltage-gated calcium channel voltage-gated هاي الـ voltage-gated تتحسس الـ voltية ما للخلية بس الـ voltية بداخل الخلية يصير positive هي تنفتح وحدها يسمونها voltage-gated فبما انه ازدادت الـ voltية هنانا يعني هنانا فاذا بهاي الحالة راح رأسا تنفتح هاي الخلية ويطب بالكاليسيوم للداخل اذا طب بالكاليسيوم للداخل وين يروح يروح هنانا يطققنه يطققنه الـ insulin physicals هاي insulin physicals موجودة هنا داخل السيل داخل البنكريا يخز الـ beta cell راح يطبعا هو مو يطققها بالحقيقة يعني يسحبها شويه يوصلها يوصلها لحد لهذا يصير fusion يعني قصدي ينزكها بالجدار وبالتالي يسوي لها translocation يسمونها وسأنا ما اريد اطلب لكم بالتفاصيل المهم انه هو كأنما هنانا يسوي لنا insulin release بجرد الكاليسيوم يروح للـ insulin physicals يخليها تحرر المحتويات مالتها خارج الـ beta cell هس الحد هنانا طلع عنا الـ insulin خارج الـ beta cell وين يروح؟ راح يروح لهنا للـ receptor Malte بس أريدكم تركزولي على insulin receptor الـ insulin receptor شباب بي هو مكون أربعة يسمونه tetragonal يعني أربع مكون من أربع من أربع أجزاء أربع أربع رجليين عده أربع رجليين كأنما او خنقول الثنين إديان وثنين رجليين الثنين الإديان مالتها نسميها 2 alpha subunits 2 alpha subunits تخيل واحد يعني رجلية وإيدي رافحة اللي فوق بثنين alpha subunits هنا عده وهنا عده 2 beta subunits هذا إن 2 beta subunits و 2 alpha subunits يجي الإنسولين راح يجلب بالـ alpha subunits بس يجلب بالـ alpha subunits automatically هذا هذا الـ beta الـ chain وهن ثنين راح يلزقاً ببعض يعني ينسدن ينسدن طبعاً هو علم ليش ينسدن لأن أدي أكفة شي هنا يسمونه tyrosine kinase هذا tyrosine kinase ما يرتبط بيهن بس ما يرتبط إذا ما ينسدن اثنين إنه من مفتوحات tyrosine kinase ما يجلب بيهن بس من ينسدن يجي يجلب يعني يصير التاجمنت للـ tyrosine kinase بالـ beta subunits subunits فلذلك هذا الرسبتر يسمونه الرسبتر اللي هو إنسو للرسبتر اللي هو 2- alpha subunits و2- beta subunits يسمونه tyrosine kinase linked receptor tyrosine kinase linked receptor بعدين راح بالتأكيد يصير لـ phosphorylation هذا يصير لـ phosphorylation tyrosine kinase ومجموعة من الخطوات ما دوخك بها عشرات الخطوات هذا بالنتيجة النهائية تأديلي إلى صناعة فتشي يسمونه glucose transporters glucose transporters glutee وينمرقم glutee وينمرقم هذا glucose transporters إذا صنع بداخل الخلية هنا بداخل السايتوسول أرقامه من 1 إلى 14 بسان الشي الرئيسي اللي ينهمني هو رقم 4 الشي الرئيسي اللي تخلون ببالكم glutee 4 فقط ليش نخلي glutee 4 شباب لأن هذا glutee 4 هو الرئيسي اللي موجود بالهارت وموجود بالمصل وموجود بالأديبوس تيشو وهذا هو الرئيسي وطبعا شوية بالليفر موجود لأن الليفر بي glutee 2 هو glutee 2 اللي ما يعتمد على الإنسولين بينما هذا glutee 4 بيسمونه إنسولين ديبندنت يعني دائما يعتمد على الإنسولين لو ما الإنسولين كان ما صنع بينما هذا لا هذا بدون إنسولين موجود شايفين هذا هذا كان شكله مو كان زحليقة كان زحليقة هذا شوف كأنه ما زحليقة تخيلوا هو هذا شايفين هاي زحليقة النفخ وبالمسابح شايفين بالمدن المائية من فوق إذا واحد يزحلك يمطونه تشوب هي تشي ويزحلك فيه من فوق فهاي يا شباب من يجيبون هذا يصنع glutee 4 راح ينتقل لهذا المكان هسا هو راح ينتقل كأنما يشكل جسر على مو ديو عبر شوفوا شلون ينتقل هسا الكلوكوز راح ينتقل مننا الكلوكوز يجي يطبل داخل الخلية هاي كل قصة شلون يشتغل الإنسولين وشلون ينفرز أوكي شباب هذا جزء other body cells هذا جزء beta cell هسا أريد أحلفكم بضمائركم إن شاء الله كل ضمائركم حية يعني إذا واحد يقدر من هذا الرسم اللي قدامكم يحدد لي ياه منهم يعني السبب ما الtype 1 diabetes وياه الصفحة ما السبب ما الtype 2 أكيد كلكم يقدرون لأن مشكلة type 1 هي بهذا المكان يعني مشكلة type 1 الرئيسية هي بهذا المكان بهذه الخلية هنا يعني يعني عدي الإنسولين مشكلة الإنسولين ما جاي يطلع ما جاي يصير بيسيكريشن هسا ما شن السبب بعدين بس ما جاي يصير بيسيكريشن بينما مشكلة type 2 هنا مشكلة type 2 diabetes بهذا المكان هسا اللهم مشكلته بالرسبتر ما للإنسولين هذا هذا الرسبتر ما للإنسولين بيه مشكلة ويجي الإنسولين وما يقدر يشتغل أو لا والله مشكلته بهذه الخطوات tyrosine kinase وجماعته فتخطوة من الخطوات اللي تنقل الكهربائية ما جاي تصير أو مشكلته بالtransporter ربما transporter هذا اللي مفروض يروح زحليقة يسوي للغلوكوز على مودي يطلع داخل الخلية ما جاي يصير زين وأسباب كلش عديدة بس هي هاي المشاكل الرئيسية فأنت من ذا أني تتخيلوا مشكلة type 1 وين يصير مشكلة type 2 وين يصير type 2 diabetes طيب بس احنا بكل الأحوال احنا ما نعتمد على هذا احنا نعتمد أكثر شي مو بس على الرسم نعتمد على إذا نريد الفرق بين insulin type 1 و type 2 نقول يابا احنا عندنا insulin type 1 ما عده insulin يعني قزي sorry diabetes type 1 ما عده insulin بالجسم مالك لأنه ما اكو مشكلة البتا سيل متفرز فلذلك insulin يصير قليل below the normal insulin طيب هو normal قد عندنا 5 إلى 15 ميكرو يونت بير مول هذا normal insulin أنا وانت عندنا 5 إلى 15 ميكرو يونت بير مول إذا ما 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 كلي وذا كلي توصل لحد 90 ميكرو يونت بير مول أوكي هذا هذا نورمالي نقدر إذا نريد نميز بين type 1 أو type 2 نقدر نقيس insulin نشوف المريض مالتنا insulin مالتا قليل هاي 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 الحالة عالي يعني معناها type 2 وذا كلش عالي يعني أعلى من النور كلش بهواية معناها هذا أصلا definitely تقدر تقول علي عنده insulin resistance تحلف عالية تقدر تقول هذا المريض اللي عنده أكثر من 90 micro unit insulin بال بلازما مالتا هذا عنده insulin resistance واللي على أساس أنا أضيف لها جزئة من المحاضرة بصار طويلة بها تفاصيل كل شوائي insulin resistance أتمنى في اليوم أسوي لكم فيديوهات قصيرة عليهم أوكي شباب فالنتيجة إنه الانسولين يا شباب type 1 diabetes اللي هو insulin dependent هذا نقدر نميز بيناته بالlevel of insulin طيب الانسولين هو من ينفرز بداخل جسم الإنسان ما يبقى كل ما يبقى حتى 10 دقائق ما يبقى ويتكسر طيب أنا شون أقدر أقيسة أقدر أقيسة طبعا بس يعني بصعوبة فلذلك يقول لك لعد إحنا نعتمد على شيء يسمونه peptide C peptide C إذا أرجع حسن أذكركم بالstructure مال في هذا هذا الجزء هذا الجزء البرتقالي هذا الجزء البرتقالي اللي انفصل عن الإنسولين هذا يسمونه peptide C السيمين جاي يسمونه connecting peptide اللي يربط connecting peptide اللي كان مرتبط بالإنسولين منطلع على الإنسولين هذا الببتايد C أيضا هم ينفرز حال حال الإنسولين ويروح للسيركوليشن يعني نفس الكمية موجودة بالبيتا سيل لذلك يقول لك لعد إحنا هذا الببتايد C راح تقدمه أفرز إنسولين راح يطلع ويا ببتايد C لأن هذا دائما سوى سوى دائما هم فلذلك أقدر أستعيض عن قياس الإنسولين إذا أريد أعرف بتايب 1 لو تايب 2 أقيس الببتايد C لأنه الهالف لايف ما التطويل يبقى ساعات بالسيركوليشن وبالتالي إذا أبقى ساعات بسيركوليشن هذا إنديكيت إنه أعرف هذا بيه تفاصيل بعد معينة بس أنت تقدر تقيس الإنسولين تقدر تقيس فبتايد C على موضة تميز بين تايب 1 ون تايب 2 كاينة تكلي شباب كاينة تكلي الإنسولين هذا النططي شباب الإنسولين إذا أريد نططي للمريض هذا عدي رسم هنا خليت أخيل هسا هاي البنكرياس هنا البنكرياس هي يعني هي البنكرياس هاي هذا هنان هذا خلينا نقول الليفر صاير هنان الليفر آه شون ما يصير شون ما يصير شون فالمهم النتيجة يا شباب إحنا عدنا يطلع عنا الإنسولين من هاي GIT خلينا افترض هاي GIT هنان هاي ديودينم فيطلع الإنسولين من البنكرياس وين يروح للGIT دير بالك معود إذا قلت للGIT ترى هاي الشغلة حتى حتى الإعدادية ما يقولها يعني هو مو إكسوكراين البنكرياس الإنسولين ينفرز بالجزء ما للبنكرياس اللي هو إندوكراين يعني شنو إندوكراين يعني يودي للسيركوليشن ويروح للسيركوليشن إندوكراين بينما الغير التربسين والكيموتربسين يروح قبل للديودينم مننا من البنكرياس للديودينم تربسين وكيموتربسين والهورمونات أو الإنزايم ما لات يسمونه بنكرياتيك جوس طيب راح وين يروح الإنسولين يروح للبورتال للبورتال فين هذا البورتال فين إذا راح للبورتال فين من البورتال فين يروح للليفر بالوجه بالوجه خلي ببالك بالوجه بالوجه تاخذ لها 50% قمرق مننا 50% قمرق تاخذ قمرق مننا هذا اللي سمينا Fair Sparse Metabolism كما نسميه نحن نسميه القمرق اللبور دائما من تمر البباع بطريقها تاخذ القمرق مالتها 50% اشقد يطلع هالمرة منناك هالمرة راح صار قمرق الجزء المتبقي يطلع مننا من الهيباتيك فين هنا هاي بورتال فين طلع من الهيباتيك فين وقبص 50% يروح للسيستيميك سيركوليشن ويشتغل ذاك الجزء اللي يشتغل هذا كل السكاينة تكمالته طبعا هو اذا تبطي من بره هذا هذا جايحش على الاندوجينوس انسولين كل هاي العملية مالت الاندوجينوس ما تطول 10 الى 12 دقيقة هاي من طلعته من هذا لحد الشغل مالته ما يطول 10 الى 12 دقيقة اوكي طيب اذا ناخذه من بره الانسولين طبعا أورالي هو نوت بايو ما يمتص هو أورالي لحد الان يعني منطي صبكوتين ياس نطي ممكن اكو اي ام بس يعني مو هاي منطي اي بس اي ام ما نستخدمه بس هو يعني كنظريا اي ام good absorption نازل الى آخر الى الدستربيوشن مالتو كلام هارد ادوق بيها بس النتيجة النهاية تعرفونها انه الكائنة تكمالتا منين طلعت يطلع مننا يروح للبورتال يلقمر مننا خمسين يروح يشتغل كل هاي العملية ما تطول 10 الى 12 دقيقة منين يجبونا الانسولين هذا الانسولين اللي عندنا منين يجبونا بالبداية من جابوه طبعا أول ما اكتشفوه الانسولين هو كان يشتغلوه على الكلاب بس منين جابوه بعدين على مستوى التصنيع شباب بعدين ترش 10 الموين السورس منين قاموا يقول لك نقدر نجيبه من البيف بيف انسولين وبورك انسولين من البيف والبورك طبعا الانسولين نجيبه من البيف يختلف بثلاثة أمينو أسد ثلاثة أمينو أسد عن الانسولين الهيومن نورمال هيومن واحد وخمسين أمينو أسد ثلاثة عسان ما ردع أقول لك ياهن الثلاثة اللي يختلف فنعوب ما لك علاقة بيهن بس هو ثلاثة أمينو أسد يختلف بينما البورك واحد أمينو أسد وانت على مو تتذكر خاف تختلط عندك ياهن الثلاثة أمينو أسد تذكر البيف مو بيها دبل اي بي اي اي اف اذا بوان أمينو أسد إذا ثلاثة طيب ها شنفادتها تذكرها كل ما تزداد عدد الأمينو أسد الاختلاف كل ما تزداد يعني يصير الانسولين يصير كلش ويسوي حساسية فبهاي الحالة إحنا نفضل إذا بينات إذا إذا يعني القارن بينات فالبورك أحسن من البي إذا بينات أكيد بعدين إجان الهيومن إنسولين زين طبعا الهنان هما اثنيناتهم يسوون تريجر أنتيبودي بروديكشن يعني يسوون ممكن إميون ريكشن ويسوون أليرجي وهذا الانتيبودي أيضا يسوي رزيستنس يعني إذا نستخدم ذول اثنيناتهم ممكن يطلع لنا أنتيبودي وهاي الانتيبودي بالنتيجة النهائية ممكن نستوي لنا إنسولين رزيستنس واحد من أسباب الإنسولين رزيستنس هي الانتيبودي اللي تطلع لنا وهذا حتى حل الإنسولين رزيستنس اللي سببها أنتيبودي سهل بس نبدل نوع الإنسولين مثلا أوكي شباب زين الهيومن إنسولين البعدين نستخدمه الهيومن إنسولين مانفكتر باي RNA يسمونه ريكمبنان DNA تكنولوجي ريكمبنان DNA تكنولوجي قاموا يصنعون الهيومن إنسولين من الهيست الخميرة والبكترية أيكولاي قاموا يستخدمون أو الهيست طيب من صنعوه هذا شكل ثورة بعالم إنتاج الإنسولين لأن جابوا نفس السيكوانس مال الهيومن إنسولين الواحد وخمسين أمين أسد نفس مال الهيومن سووا نفس وبالتالي فقدنا بعد شغلة الاليرجي فقدنا شغلة الريزيستنس قامت تصير قليلة وإلى آخره هذا فكانت بيج جم إن تكنولوجي أو بروديكشن أو إنسولين قبل شوية تنتح عليها السورس السورس مختلفة يا أخوان العزاء ويا قواتي مختلفة على عن ال ال يعني شنون شن التحضيرات كل هم السورس بس اثنين السورس عندنا اما من الهيومن او من الانيمال خلص الهيومن يعني نقصد يعني هو يسمي أو انيمال انسولين أو انيمال انتم تعرفون هلو بورك لو بيف اوكي زيان هنا البربرائشن لا البربرائشن عدي عنواع منه البربرائشن عدي ممكن شورت اكتين انسولين هذا اللي نسميه سابقا الانسولين الصافي تذكرون الانسولين الصافي او نسميه احنا ريجولر انسولين ريجولر انسولين الشائع عالية ريجولر انسولين او يسمونا نيوتر انسولين او نفس الشكل اي واحد يقولك شورت اكتين انسولين بان نريدكم يتميزون بالاسماء بيناتهم شورت اكتين شورت اكتين يختلف عن بعدين اقل لك rapid acting يعني كل وحدة العلاقة بتصميم الجرعة تبهولي شباب الله يرضى عنكم انتبهولي خلوها ببالكم من احشي لكم بعدين عن تصميم الجرعات ال short acting insulin هذا ممكن اسمي regular ممكن neutral ممكن soluble هذا هو insulin without any modification يعني ال human insulin نفسه اجيبه بدون ما اسوي modification كله نفس ال human insulin اللي صنعناه بدون ما ضايف لايشي هذي سمونا regular insulin او neutral insulin او soluble insulin short act يبدي 30 minutes تقريبا ال onset يبدي 30 minutes تقريبا واذا انطيت اي في ببارة 5 دقائق يشتغل وطبعا هذا اأمن واحد اأمن واحد اأمن insulin بحالات الemergency مثلا الواحد عده dk دايبيت كيتو اسيدوسيس او سيرجري او دايسوي ايشي او سبير انفكشن هاي الحالة اأمن واحد نبطيه الى اي فيه هو ال regular insulin هذا الهيومن انسولين اللي ما لم يلعب بيه ولا صاير موديفكيشن بيه فهذا بنبطي هياب بره خمس دقائق رأسا يشتغل وممكن يظل الحد 6 ساعات من 4 الى 6 ساعات عند المريض يشتغل اوكي شباب زي طيب نوع ثاني نوع ثاني يسمونه NPH طبعا من هذا انت جو وقام يشتغل خلال 30 دقيقة ويظل 4 الى 6 ساعات كأنما العلماء ما عجبهم هذا الحجي قالوا شنو 30 دقيقة او شنو خلنقول 4 الى 6 ساعات شو شوية هذا المريض يعني شمو برا يحتاج باليوم علمودي يغطي يغطي الجرعة مالته ايجي فد واحد عالم عالم بالدنمارك هذا العالم اسمه هاجي دورن هاجي دورن انا شنته سميه حجي دورن هاجي دورن هذا هاجي دورن اوكي هاجي قام يشتغل على الانسولين اش قلنا قالك الانسولين هو مو بالحقيقة الانسولين عبارة عن 6 كل 6 موليكيولات 6 موليكيول من الانسولين كل 6 من اسويهن متجمعاتي بشكل هيجي 6 اذا صارا 3 وهاي السادسة 3 4 5 6 بنصحن اكو زينك زينك اوكي هذا الزينك متجمعات هذا الانسولين بالسوليوشن موجود بشكل كل 6 متجمعات وبنصحن زينك وصير هيجي كأنما بيتجمع زينش مخليهن مربوطات ذني على بعض وي الانسولين شنو مربوطات لان الزينك عده positive charge فهو باي يعني هاي الالكترو positive ما لتهينا ماسكتهن ومخليهن بشكل متجمعات بشكل هكسا غونال هذا الهكسا ماكو طيب هذا الهكسا غونال منصحن الانسولين سبب الزينك اجي هاجدورن هذا هاجدورن اجيش قال قال يابا انا بما انه هذا الانسولين طبعا طبعا هو هذا الانسولين اللي خلي شوفوا شوفوا هذا الهنان 30 دقيقة يالله يشتغل منو الطيصة بكوتينيس 30 دقيقة يالله يشتغل ليش 30 دقيقة؟ هاي الى 30 دقيقة على مود ينفتح 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 بدل ما هو صاير هذا يسمونه هذا هنانا يسمونه هكسامير هكسا هكسامير هكسامير يعني كل ستة شكلة كل ستة سوى هكسا ومير وياها هالمرة يحتاج لنص ساعة على مود يصير مونو مير يعني كل جزئة انسولين هالمرة يصير وحتها على مود تشتغل يتحول الى مونو مير زيان هاذا شقد يحتاج؟ 30 دقيقة هذا هنانا طيب قال لك يابا انا اطول الشغل مالته اطول الفترة مالته مالته الشغل فقام يدور على مواد لمدة طويلة يدور على مادة يحطها هنا وي الزنك هنا او بدال الزنك يحطها بحيث هالمرة بدل ما خلال فترة قصيرة تنفتح وبسرعة تبدي تشتغل او بسرعة تنتهي مفعولها بعدين 4 الى 6 ساعات يقول لك هنا انا لا اجيب الوحدة اقوى من الزنك الجاب اللي قاله بالاخير من السمك طلع له فجو بروتين من السمك هذا من السمك بروتامين سماه اسمه بروتامين من السمك جابه وخلى قام يديره على الانسولين هذا مالكنا الاعتياجي قام يدير عليه الى ان سواه لفد واحد يسمونه ان ان في اتش من اين جاي الان؟ الان هو نفسه مالك لنيوترال انسولين هذا الريجولر ان سماه نيوترال وضاف لبروتامين مال السمك حطه فاقه صار نيوترال وبروتامين وخلى اسمه قال لك انا خلى خلي اسمه فرصة وللطشة خلى تشبيه انا فخلى اسمه صار نيوترال وبروتامين حجي دورن او هاجي دورن نيوترال وبروتامين هاجي دورن الى اسم ثاني ايزوفان انسولين ساسبينشن بس هو هذا المشهور عليه ان في اتش طبعا هذا الان في اتش صار الشغل المال تيطول حتى الحد ستتاعة الساعة بس الان ستتأخر هم شوية صار واحد اور هاي الحدشي ياسن الف وتسعمية وخمسين بحيث هذا راح حجدون وفتح لشركة بالدنمارك وطلع يعني فلوس فلوس طلع من وراه الان بي اتش اوكي هذا اللي اللي صار يعني ذول الان بي اتش وشورت اكتنج وراها العلماء اكتشفوا فد من وراها بدأوا يشتغلون على الانسولين رادوا يطلعون بحيث ممكن يطول يطول مالة يعني شي ساموني يطول الانسولين فش قالوا والشغلة الثالثة قالوا اقفة شغلة طلعتهم جديدة من فكرتها من زمان اسمها انسولين بمب انسولين بمب هاي الانسولين جبناها الانسولين بمب وخلينا بيها انسولين هنا بداخلها وممكن اقفة سنسر هنا موجود دائرة هنا الكترونية تتحسس شقد عد المريض غلوكوز بداخل الدم مالته وهي تحدد هنا شقد يحتاج انسولين هي الضخلة انسولين بقد حاشتها الاساسية للانسولين طيب اوكي ما عدنا مشكلة وياكم شو تريد هستد؟ قالوك نقدر نجيب هذنى نفس النوع انواع من الانسولين اللي هو short acting انسولين هاذا نقدر نجيبه ونحطه بداخل هاذا نعبيه بداخل البمب صفنول هالجماعة اقول لك شلون هاذا هاذا اذا عبيته ممكن هنال الانسول كأنما تحسست البمب اكو الانسول الغلوكوز بداخل الجسم صار 300 والمفروض تطيه ضخل انسولين من يطلع هذا الانسولين من البمب ويروح للجسم يحتاج لأقل شي نص ساعة يلا يشتغل طيب نص ساعة يلا يشتغل شلون هاذا مترهم لانه البمب لازم يصير بالضبط نفس الانسولين الاساسي مال الجسم الاصلي مال في الجسم يعني يكون حاط بها انسولين وبرا خمس دقائق يبدي يشتغل حالة حالة الانسولين مال الجسم من خمسة الى عشرة دقائق ماكسمم وإلا بهاي الحالة راح تخرب السالفة والبمب تضل تضطي جرعات اضافية من الانسولين هنا فمن هاي الفكرة العلماء بقوا يفكرون يقولون شي يصير لو احنا اخترعنا انواع من الانسولين اللي الشغل مالت هيبدو برا خمس دقائق ليش هذا؟ حتى تفيدنا بشغلة البمب لان احنا محتاجين نوع من الانسولين بالضبط يشبه شغل الانسولين اللي هو اندوجينس برا خمس دقائق واشنا ما كانت عدنا لك واحد يشتغل برا ثلاثين واحد يشتغل برا ثلاثين واحد يشتغل بهناست درس ع 1978 العلماء طبعا ذلك درسوا الانسولين راحوا للستراكشرال مالت الانسولين شوفون هذا؟ الشوفته المضمومات السورة Izяла βο الالفا الالفا تين 21 أمينو أسد والبيتا تين 30 أمينو أسد اوكي اش سوا وش لقوا قل لك احنا هنا عدنا بعض الأمينو أسد اذا غيرناهم اذا شناهم مكان او غيرنا ممكن احنا نطلع انواع جديدة من الانسولين اذا رحطيكم شنه انواع الانسولين واريدكم تنتبهون جيدا لأنواع الانسولين ضرورية ايضا بتحديد الجرع اخيلوا هنا وياي هذا الانسولين نسميه انسولين لسوبرو سامعين بي كلكم الانسولين لسوبرو شلون طلع عند الانسولين لسوبرو طبعا اجوا هما للبيتا تين هذا هنانا الامينو أسد رقم 28 بالبيتا تين رقم 28 ورقم 29 رقم 28 ورقم 29 رقم 28 هو فرولين جماعة الابايو كيمستري فرولين ورقم 29 هو لايسين هذا اللايسين قدامكم العلماء درسوا وقال لك يا به أنا بالله خلي أبدل أحط بدل ما هذا السيكونس مالته الـ 28 وبرولين والـ 29 لايسين لا خلي أغير مكاناتهم أسوي سويتشينج بيناتهم أسوي اللايسين أخليه 28 والبرولين أخليه 29 شوفوا كبس هاي الحركة فقط هاي الحركة سووها فطلع لي فد نوع من الإنسولين سموه لس برو لس برو يعني لايسين وبرولين مو مثل قبل هي تانت وبرولين وبعدين اللايسين لايسين وبرولين فصار إنسولين لس برو طلع لي فد أنالوج جديد من الإنسولين كلش حلو طبعا هاي شركة فكرت بي فكرت بي سنة 1996 شركة أمريكية اسمها للي معروفة لكم شركة للي فكرت سنة 1996 طلع إنسولين لس برو شبه هذا الإنسولين كلش حلو مرتب ويبدو شغله ببره خمس دقايق إلى عشر دقايق ولي دوريشن مالتا ثلاثة إلى أربع أورز يعني أنا الهدف الرئيسي من تصنيعه هو يبدو ببره خمس دقايق يعني اتحقق اللي هو خلي يتهي ببره ثلاثة إلى أربع أورز إحنا نريد بباكتها يرشانوا يريدونا على مود يترسوني الـ Pump الـ Insulin Pump إيش سموه هذا سموه Rapid Acting Insulin Rapid Acting Insulin من ساعة قلت لكم حفظوا النوع الأول من الإنسولين تميت لكم يا Short Acting Insulin اللي هو الـ Human Insulin أو Regular Insulin هذا Short Acting Insulin هذا Normal بينما هذا الربط اكتنغ انسولين...شباب..ولي جى وراه هذا الربط اكتنغ هذا انسولين انالوج ليس الانسولين الاصل انسولين انالوج نسميه يعني متلاعبين بالـ sequents مع الـ amino acid بينما اذاك مثل شورت اكتنغ تهمتوني؟ فهذا رابط اكتنغ انسولين حققنا الهدف طلعنا انسولين لسوبرو ان تجدها شركة ليلي سمتها هيومالوج وكذا حاطين انسولين لسوبرو انجكشن وهذا هذا تشوفونه قدامكم اوكي طيب الشركة هات عجبتهم هاي السالفة لان هاي الشركة شركة للي حصلت ملايين الدولارات منه من وراء تصنيع هذا فاجت شركة ثانية منافسة ولا يزعلون علينا الكونتري مانيجر اسمالت الشركات اجت شركة نوفو نوردس نوفو قلت لك يا با غارت من شركة للي قلت لك انا اخو هم مقدر بدل ما اخلي بلا اشويلي فيكة ثانية بدل ما اخلي ابدل الموقع اللايسين والبرولين اش سوت شركة نوفو بس البرولين شالته شمرت البرولين هذا شمرته هذا البرولين حطت بمكانة اسبارتيت شوفوا اسبارتيت اش صار عدي صار عدي انسولين اسبارت سمته طيب انا سؤالي لكم هاي من الصير الموديفكيشن ليش هيجيصي سريع المفرول كلش ليش يقولك لانه ذن الامين واسد هن كأنما وجود هن بهذا المكان والشحنات مالتهم طبعا اكو محاضرة انا مرة يعني بالدكتوراه طيتها سمينار عن هاي المواقع مالة الامينو اسد وشلون تنطي الشحنة وشلون الها علاقة وشلون ما ردد ادوقكم بها بس النتيجة النهائية انه كل ما بدنا ذني وشلناها وغيرنا هاي يعني الشحنات كلها راح تتغير وبالتالي الانسولين ايزيلي يتحول الى مونومر بدل ما كل ستة من الجمعات سوى لأ هالمرة يصير كل الانسولين يغني بوحدة بالسيركوليشن او بالسوليوشن اوكي شباب فلذلك يعني طلع عنا انسولين اسبارت سميتها نوفولوك هذا انسولين اسبارت انجكشن انا متأكد شايفين هم انتو وشركة نوفو نوردسك نعم اوكي شباب طيب عفوا عفوا سدوا الميوت سووا الميوت عفوا للكل اي انسولين اه طبعا اجت شركة ثالثة سنة 2004 ديتش شركة شركة نوفو وسويتها بالألفين بالألفين واربعة اجتنا شركة ثالثة قلت لك قلت لك لا انا هم القي لي مكانات هذا اللايسين اللي هنانه حطته مكانه غلوتاميت وهذا رقم ثلاثة رقم ثلاثة هنا نشوفه هنا الاسبارت خلتها لايسين هذا شوفه هذا هنا سويتها لايسين مكان بدل ما كان اسبارت صار لايسين فبدلت المكانات ما الهم نفس الشي سيكوينس ما الامينو اسد طلع عنا واحد اسمه غلوليسين واللي نسميه ابيدرا ابيدرا هاي الاسماء التجارية هم مهمة صراحة لانه بات تيجي حتى بالكيسات من هذا يعني ابيدرا دائما هذا اسم مشهور كل شي اللي هي شركة سانوفي افنتس سوت شركة سانوفي افنتس طلعت الابدرا وايضا الشغل ما التهم نفس الحلو حلو بالخمس دقائق الديوريشن هلقيت وذن الثلاثة سميناها رابت اكتنج انسولين ذن تحفظون هن مثل ما تحفظون اسماءكم يعني لعدنا الربت اكتنج انسولين انسولين انالوج واحد يسمونه انسولين لسفرو واحد اسفارت واحد يقلوليسين اللي هو الابدرا طيب لحد هنا لذن يقسمه الربت اكتنج انسولين استمرت لعبة اللعبة باللعب بالسكوينس مالت الامينو اسف وجد شركة سانوفي ايضا قلت لك انا والله عجبني هذا الموضوع خلي سويلي فد واحد مو بس ربت اكتنج راح اسوي لونج اكتنج بحيث يغطيلي اليوم كله حتى اقدر استخدمه باذا استخدمت بيزا يعني سأقولكم بعدين البيزا وشنو معناه يعني اذا اريد واحد مديد الفعالية استخدمه بهالطريقة طيب اش سوت ايضا غيرت يعني اجت للسكوينس ما للامينو ما لعبت ما بيدلت بس جابت لها ثنين ارجينين ثنين امينو اصد ارجينين حطتهن بالسكوينس اللي زقتهن ويا فبدل ما الانسولين كان واحد وخمسين امينو اصد هالمرة صار ثلاثة وخمسين امينو اصد اوكي بزين الثنين الارجين ضفناها فاش طلع عنا طلع عنا هنان شوفوا هنان باع سمونا غلار جين طبعا غلايسين غيرت هنان بس هنان ادي لغلايسين امينو اصد شوفوا بالاي فصارت غلار جين يعني غلايسين وارجينين هنا بهاي الجهة ضفت اثنين ارجينين وهنان ضفت انا غلايسين وبالتالي صارت الانسولين اللي انتج الجديد يسمونه غلار جين اللي هو اللانتص سأكون لكم سابعين فبهاي الحالة شباب هذا لونج اكتنج لا لونج اكتنج يسمونه لونج اكتنج انسولين زياد اللونج اكتنج انسولين شن شغلته طبعا يبدي ببرا ساعة الى ساعتين شغله بس يغطي لك 24 ساعة يعني تقدر يطيل ما تطيل المريض على مودي يغطي لك جرعة يسمونه بيزل انسولين وهو الحلو بي انه يعني من يريد يصعد اذا اريد يصعد هذا الكير كأنما من تريد تطيل المريض يصعد شوية وبعدين يبقى ما عده بيك وبذلك يشبه البيزل بانكرياتيك سيكريشن يعني كأنما شلون البانكرياس بحالة النوم تفرز انسولين يبقى هيك بيك ما يتأثر ايضا هذا يسمونه البيزل انسولين يعني يشبه الانسولين يلي ينفرز بالليل عدنا بالضبط فيسمونه بيك ليس مو مثل باقي الانسولينات الثلاثة اللي قلت لكم ممكن يسوي بيك يعني ممكن هيك يسوي وهيك يسوي وهكذا هاي يسمونها بيك ستطلع عنه بينما هذا بيك ليس اوك شباب اكو اكو نوع ثالث ايضا استمر قلت لكم طلع يسمونه انسولين ديتمير اسمه التجاري لذيمير موجود بشكل اقلام موجود هذا ديتمير جابوا هذا نفس الانسولين نفس الواحد وخمسين امينو اصد ربطوا اياهم فاتي اصد لونج شين فاتي اصد ربطوا مائرستي اصد طلع عندنا هذا ديتمير اللي هو يسمونه لونج اكتنج انسولين وهذا لونج اكتنج انسولين فرقة عن القبل اللانتوس شنه هذا نطي 24 ساعة يعني يطول 24 ساعة وهن بيك لس وبينما هذا يطول اصناعة الساعة يعني ممكن مرتين باليوم على موض يغطي لك جرعة يعني مال الليل او البيز الانسولين مرتين باليوم الفكرة الاخيرة بصناعة الانسولين قل لك يا با احنا مو الزنك هو سبب شون فكرة البروتامين مو الزنك هو سبب يجمع يجمع اخوته حوله يجمع الانسولين الزنك هو الجامعهم فلذلك ليش ما نضيف كميات بعض من الزنك اذا اضفنا كميات كبيرة من الزنك هالمرة راح اطول فعالية الانسولين لذلك طلعونا واحد مديد الفعالية اسمه انسولين زنك ساسبينشن انسولين زنك ساسبينشن هذا ايضا مديد صحيح مو كلش هذا طبعا جزء منه حسب كمية لنتي والترا لنتي حسب كمية الزنك واللي محطوط به اوكي شباك مو كل الشاعع هذا واحد يسألني بكم يقل لي يا شباك يا دكتورنا ياهو الاحسن واحد بيهم نقدر نستخدم المريض والله جوابي لك صراحة ما كواحد احسن كل واحد قدي صفاته وكل واحد الى حاشته كل واحد صفاته وكل واحد الى حاشته مثلا هذا الريجولر انسولين هذا الازرق الريجولر هذا يصعد وطلع البيك هنا شوف فيه هذا البيك مالته وببرا نص ساعة شوف هذا يبدو الاكشن مالته ببرا نص ساعة ويظل تقريبا فد 5-4-5 ساعات هنا وينزل يختفي بينما ذول الاسبارت والليسو وكلولوسين صحيح يبدن من وقت هنا وايضا ينتهن من وقت ماكسمم الحد فد 3-4 ساعات الان في ايش هذا مالتنا اللي بيه كانو بروتامين جماعة حج دور تسوى هذا ايضا هنا البيك مالته ويستمر اللي هو لانتوس سميته هاد اللي هو بيكلس شوف هذا غلارجين الاحمر هذا شغلة بالضبط بالضبط نفس كأنما البل كرياس ده تفرز انسولين بوقت ماكو أكل يعني سمونا بيزل انسولين بوقت ماكو أكل والبل كرياس اكيد تفرز انسولين على مده تغطي لبلوكوز اللي يطلع لمن اللوفر فقط فتط فاونديشن بسيط أو باكو جراون انسولين يسمونه فهذا ماه عدا بيك وهذا كلش حلو لأنه مدام ما عدا بيك راح ما يسوي هايبو غلايسين الديتمير هم لونج اكتين انسولين ديتمير وأيضا هذا ديتمير تقريبا اثماعة الساعة كل اثماعة شوف اثماعة الساعة يفيك بالاثماعة الساعة يبيك بس البيك مال تقليلة مو كلش عالي هم نقدر نعتبر بيك لس طيب بما انه ذني كل واحد عده صفات معينة الشركات اش اجت قالت قالت احنا ليش ما نمزجهم كلهم نمزجهم يعني بيانات هن يصير مزج وننطي للمريض جاهز نطي لكل واحد ناخذ صفات هذا وصفات هذا ونطلع عنا فد ميكس تار هذا الميكس تار انسولين بريميكس يسمونه فوريوليشن الميكس تار هو عبارة عن قام ويمزجون نسب مختلفة مثلا ياخذون هذا الان في ايش ويحطونه يا ريجولر سبعين بالمية ان في ايش سبعين بالمية ان في ايش وثلاثين بالمية ريجولر طلع عنا الانسولين سبعين ثلاثين او خمسة وسبعين خمسة وعشرين او خمسين خمسين وهكذا كل وحدة كل انسولين وإلى صفاته ونحن نركز به نعرف كل واحد اللي قدام صارت عدنا عرفنا كل واحد وشنه الديوريشن وشنه اساسه واساس تطنيعه بالتأكيد انتوا راح تراجعوها المحاضرة واسمعوها بعديا وشوفون السلايدات سر سهلة عليكم مريم ما ادري اذا هي كل الاحوال ان شاء الله دكتورة مريم يعني صراحة هو انا اللي شعفتها لانه ما اقدر يعني ما اقدر اخذ هواي بعد من الوقت بهذا الاتجاه بس احنا الامين واسد من نبدله اكو يسمونها الالكتروبوزاتيفتي يعني كأنما الانسولين على مود يعني شلون اكو فد لزق تلزق كأنما هذا الامينواسد وجوده هو اللي يخلي مثل الطباقية يعني اللي يخلي يخلي يرتبط بانسولين ثاني على مود يتجمعا ويصيرا بشكل هكسا ميرك فمن ابدله بعد هاي المكان اللي يلزق به كأنما بعد ما عاد موجود وبالتالي راح هالمرة راح يتحول الى يتحول الى انسولين اللي هو مونوميرك هالمرة تقولين شنون يصير بين مونوميرك يعني ليش طالت الفعالية هذا على مود الانست هذا على مود الانست الفعالية شافوه انه اذا اذا تمطي الانسولين بهذه الطريقة هو المونوميرك هنا فيش طريق فيش يعني هذا يصير اقل عرضة للميتابولايزينج انزاينز يعني اللي فلذلك راح طول الفترة يعني بكل الأحوال خاصة بالنسبة للديتيمير أنتوا يعني اللي عندنا إحنا مثلا اللي هو أو سمونا الديتيمير واللانتوس يعني إقلارجين وديتيمير ذنبتنا إنهم سموناهم من بدناهن سويناهن لأنه غيرنا مسألة الميتابولايزنج إنزاين أما مسألة الليسو برو مسألة الأسبارت اللي إحنا مساحة حينا عليها مسألة القلوليسين ذن الثلاثة اللي قصرة الأونسيت قصر الأونسيت مالتهم بس اللي دوريشن أمالتهم هم قليلة مو هواية بهاي الحالة لأنه إحنا حولناها إلى مونومر يعني أنا أططيت الفكرة العامة والتفاصيل تروحين تقرين أكو كتاب يسمونه بايو تكنولوجي به تفاصيل كثيرة أنه هو يعني شن هاي أساسي العلمي مالت أوكي هنا أنا شباب عفوشنو ألترا ألترا أي يعني صراحة ذن 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 هن كل هني صبا مسألة اللونغ أكتنغ إنسولي يعني مثلا سأقول لنتي أو ألترا لنتي أو ألترا لونغ أكتنغ إنسولين هذا نفسه شون المسألة حجيت لكم NPH شون ال NPH اللي كان بي بروتامين أكو عدي إنسولين زينك سسبنشن أحط كميات كبيرة شقد ما أطولت كميات الزينك اللي أضيفها تطلع لنيو فورميليشن أنا عدي أنواع الإنسولين اللي موجودة هسه أكثر من أربعين نوع أكثر من أربعين نوع اختلافات بسيطة الآن اللي حاطها وجاي أقول لكم عليها هي الكمال اللي يوز إنسولين بالكلينيكال آريا الأنواع الأخرى هن من نفس الفكرة زودوا الزينك طلعوا لهم اسم معين زودوا البروتامين طلعوا اسم معين مو كلش مهم أنه أنت تركز لي عليهم بقدر ما ذن الأشياء اللي جاي نقولها وبقدر ما هسير راح أقول لكم النيو سيستيم اللي نرح نستخدمه بالدوز حتى هاي ما عادة هوا يتستخدم أوكي شباب طيب هنانا عدنا بما أنه هذا ميكستشر شباب هنانا يعني إحنا نسوي 70-30 كذا طيب السؤال هنانا يعني هذا الميكسينك حللنا المشكلة يعني ممكن إحنا نستخدم بنفس الدوز نستخدم المريض مالتي يحتاج خنقول 70% من هاي الدوز و30% من هاي الدوز هاي موجودة حلتنا أكثر المشاكل وجود الميكستار هاي مشاكل انحلت نتيجة الميكستارت بنوصل للدوز راح وامضح لكم شنو مع قصدي بهذا الموضوع اذا مثلا فت بلد من البلدان بلد من البلدان ما فقير ما عادهم ميكستارت على مودي تحل المشكلة ويمزج لكيها وما يحتاج تخلط منا ومنا فزين شا سوي أنا إذا بلد فقير ما عنده أو إذا مثلا خننقوله اصبح شحة شحة بعض الأحيان بالصيدليات نتيجة الميكستارت الميكستارت لأنه أكثر المرضى تفضل ليش تروح تجيب من هذا ومن هذا وتخلط ومشاكل الخلط فيستخدمون الشركة نفسهم سويت النفت شي جاهز إلى درجة أنه قام هذا يشف من الصيدليات يعني الصيدليات بعد ما بيها ميكستارت نوع بعد تصير أزمة مالة إنسولين ميكستارت فخوش نسوي خوو ما نترك المريض هي شي لا يقول للمريض ما يخالف روح جيب أي واحد لونك أكتنج إنسولين يعني خلنا نقول NPH وجيب ريجولر إنسولين خليهن عندك الريجولر إنسولين واللونك أكتنج إنسولين وجيب لك أخذ دائماً الدوز مالتك دائماً أخذ ثلثينها ثلثينها تكون من يعني من الصوليبل إنسولين هذا الريجولر إنسولين عفوا ثلثينها من NPH اللي هو الخابط ثلثين خابط وثلث صافي قسمها ثلثين خابط وثلث صافي وخبطهن بيناتكم بس خلي ببالك شغلة رهيبة جداً هي مسألة التعامل مع قنينة الإنسولين شلون تسوي لها رولينج لازم دائماً ما تسوي لها شيكينج أبداً دائماً تسوي لها رولينج بيدك ما تخليها طبعاً تجمد نهائياً دائماً من تريد تخلط الإنسولين تطبه بالسيرنجة بالخابط هاي السيرنجة طببتها بالخابط مبدئياً تحقن هوى تحقن هوى مقدار 20 وحدة تحقن هوى بداخل الأمبولة مقدار 20 وحدة وأيضاً تحقن هوى مقدار 10 وحدات بداخل الأمبولة مالة الصافي قصد بداخل الفيالة مالة الصافي وبعدين تبدأ تسحب الصافي وتنقل السيرنجة تسحبها طبوبها بالخابط ما يصير الطبوبها بالخابط في البداية وبعدين نجيبها للصافي نهائيا داما من نريد نخلط نخلط الصافي بالبداية نسحبه وبعدين الخابط يعني نخلط صافي على خابط مو خابط على صافي هاي قاعدة جوهرية دعم نحتارها بالإنسولين من نريد نسوي لها مكسينك إذا ما عدنا مكستار إنسولين أوكي شلون أمطي هذا الإنسولين اللي قيته أنا عندي شلون أمطي طبعاً الكمن روت أوب أدمنستريشن أوب إنسولين هو الصبكوتينيس الصبكوتينيس هو كل المرضى أكثرهم معظمهم يستخدموا صبكوتينيس إنسولين ما عدا بالحالات الإمرجنسي الكيتو أسيدوسي مثلاً البرغنانت ويمين الإنفكشن مو بس لهذا أكثر شيء بالمستشفى بالهوسفيتاليزيشن بعض الأحيان نستخدم آيفي إنسولين إذا مثلاً عدنا حالة بالإمرجنسي أو كيتو أسيدوسيس أو إنفكشن أو سيرجري ننطيهم عبارة عن إنسولين آيفي إنسولين أما البقية فنستخدمهم صبكوتينيس إنسولين فهذا الكونفينشنل شوف هذا الكونفينشنل أكو طبعاً لا زالت التجارب قائمة تطلع عنا يومية فتشغلة أكو إنهيلر أكو مثلاً خنقول يعني عن طريق فلمونري أو نيزل أو انتراديرمل أو ترانسديرمل أو بوكال لأن الأشياء كلهم ممكن أيضاً يطونها إنترال يعني أورال أورالي بس هذا كلها تحت الإنفستيجيشن لحد الآن ما طالع ونتبنى في اليوم من الأيام تطلع عنا في الحباية إنسولين وتخلصنا يعني سووا لها فذب تكنولوجيا معينة بحيث ما تتأذنب إنزيمات المعدة ويخلصون المريض خطيئة من الشكات المتعددة طبعاً هذا هذا مني نقول لك الصبكة 2 يص إلا علاقة بالله يعني من تريد تسوي لها إنجيكشن للإنسولين يسوي لها إنجيكشن يكون يعرفون بيام وكان يسوي لها وطريقة الإنجيكشن ولازم يسوي لها فولدينج شون يسوي لها فولدينج للسكن وشوف هاي زاوية المستخدمينها شوف هاي الزاوية للمستخدمينها بعض الأحيان مثلاً حالات مستخدمينها زاوية 90 درجة هاكو زاوية 45 درجة هنا يفضلون بالبطن بعضلات البطن يفضلون يستخدمونها أكثر لأنه دائماً ستيبل الكائنة تكمالها بعضلات البطن أكثر وديجوا وراها هنا يعني يفضلون بعدين وراها الأرمز هاي الأبر أرمز وبعدين وهكذا تمشي كل البوتوكس والثايت ذن المكانات اللي منصير بيها إنجيكشن ودائماً ينصحونا دائماً يسوي روتيشن للسايت للسايت أوف إنجيكشن الإنسولين اللي وحدة منهن هي الأليرجي وحدة منهن نسمونا لايبو ديستروفي ديستروفي والديستروفي بحيث يصير هايبو ديستروفي للمنطقة أو يصير يعني ديستروفي نفسها للمنطقة كل هاي الأشياء ممكن هي سايت إفكت أوف إنسولين فنتجنب وضع الإنجيكشن لازم نغير مكانها دائماً وأكو أساليب للروتيشن حتى ما عبد أوقف بيها مثلاً دائماً إذا تخيرنا هاي البطن فنمشي هيكي مثلاً هاي هنا عدنا بالله أنا غشرت عليه يمشون بطريقة يعني دائماً بحيث حتى يذكرها وهكذا إلها سائلها فالطريق خريطة ودائماً يغير يومياً يغير المكان مالة الإنجيكشن أوكي أريد تنتبهولي هذا اللي رسمت تنتبهولي لأن مهم عدي بالدوزات أريد تعرفولي شنو معنى بيزل إنسولين بيزل إنسولين من أقول لك هذا بيزل إنسولين أو أقول لك هذا بولس إنسولين بولس إنسولين طبعاً الشباب المتخرجين من الصيدلة وممكن من كليات أخرى دايش هاركون دولة شباب يعني يعرفون شنو بولس بولس يعني كأنما تجيب الأبرة وتضربها عن طريق الوريد مباشرة بولس دوز سمونا فهاي بولس إنسولين يعني مباشرة كأنما تقطج جرعة مباشرة للوريد مالت المريض من أقول لك بيزل 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 يعني البنكرياس دائماً البنكرياس في كل يوم البنكرياس تفرز يعني وأنت هسا قاعد ما ماكل أو أنت نايم خلال طيل فترة تفرز فد إنسولين هذا الإنسولين ضروري على موضي يغطي لك الغلوكوز اللي يطلع لك من الليفر أو الغلوكوز اللي هو مال between meal يعني مو مال الأكل مال فتشي هو بالسيركوليشن يسبح مالتك مو هساً تماكل يعني هذا اللي يسمونه دائماً كون الليفر دائماً قصد البنكرياس دائماً تفرز إنسولين بكميات قليلة هذا يسمونه البيزل إنسولين يعني ما يخلى دمك من الإنسولين لأن حتى لو أنت ما ماكل هم يطلع لك إنسولين من الليفر يجي لسيركوليشن فلازم يضغط هذا يسمونه بيزل إنسولين أوكي ثبتوها ببالكم رجاء بيزل إنسولين بولس إنسولين شنه اتخيلوا يا هساً لحد الآن نحن جاي نحتي فيزيولوجي البولس إنسولين من تتريك من تتغدى ومن تتعش أكيد هالمرة البنكرياس رح تفرز إنسولين نتيجة للريوق وللغدى وللعشاء هاي الكمية من البنكرياس الكمية من الإنسولين يطلع لك من البنكرياس مباشرة للسيركوليشن علمودي يغطي لك ريوق غدع أشي هاي سمونها بولس إنسولين كأنه منباشرة شون ده يضرب البنكرياس ده تضرب الكمية مالتها لسيركوليشن سمونها بولس إنسولين افتهمتلي شين المفهوم شينه ما يعني بيزل وشينه بولس هاي مهما نأسس عليها شغلة الجرعات بولس إنسولين وبيزل إنسولين أوكي زيب نحن عندنا علمودي من افتهمنا هذا الفهم الفيزيولوجي ما نسوي علمودي إحنا ننطق جرعة مالتنا مال المريض هنا نتعلم الفن فن حساب الجرعة هنا نمو قلنا لكم The Art Of Insulin Dosing هاذا الحجة كله إحنا افتهمنا شون الإنسولين وشون أنواع وكذا بس علمودي نجهزكم علمودي بالفرشة ما هو Art فن يراد لك فرشة ويراد لك لوحة ويراد لك أصباغ هالمرة تعال أصبغ طيب انت عرفت البيزل هالمرة إحنا هدفنا بعلاج مرضى الدايابيتس علمو نطيهم فشي بالضبط المفروض يشبه ما يحدث بجسمهم حتى إحنا نكون ما يمكن الفيزيولوجي يعني نقول إحنا نشابه يعني أنا يعني حاول قدر ما كان أسويه بالعربي دعين ما أعرف اللي يسمعوني شبهنه صلاحة يعني بعضهم قاب طلاب بعدهم بالبداية فالمهم النتيجة إنه إحنا نحاول نشابه يعني طريقة الجسم بعمل الإنسولين إذن لون تقول لك أول شغلة من عدك دايابيتس تنتبهون اللي هنانا رجاء انتباه كلش قوي عدك مريض أبو دايابيتك أول ما إجل مريض تريد تحسب لجرعة الإنسولين هس تسوي الشخص تايب 1 دايابيتس وإنت تريد تحسب لجرعة الإنسولين طيب سواء تايب 1 أو تايب 2 بس أول مرة لازم تعرفه هو تايب 1 تايبيتس خلي ببالك أنت عندك استندرات على متع تحسب لجرعة مالتهم والإنسولين بالوجه أول ما يجي تخلي ببالك أرقام مقدسة أرقام مقدسة إنيشيال دوز المريض مالتك 0.3 إلى 0.5 كل كيلوغرام تمطي 0.3 إلى 0.5 يابا إذا نسيت خافت نتنسب 0.3 إلى 0.5 ثبت على 0.5 ما عندنا مشكلة ساهم بعض هم 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 ثبت على 0.5 0.5 يونت بير كيلوغرام هذا تحسب لك total daily dose هذا الرمز خليه ببالك هذا الرمز خليه ببالك دائما يمر عليك total daily dose of insulin اكو كتب تكتبه TDI TDI daily insulin سواء شفته TDI او TDD ما عندك مشكلة total daily insulin او total daily dose of insulin اوكي شباب هذا دائما الرمز خليه ببالك زيان total daily dose of insulin شو تريد تحسب انت رأسا نتخلي ببالك type 1 diabetes هذا تو جاي يعني قلت ديه متشخص وهو initial يلي الطبيب يريد مثلا تسوى هذا ويكتب له اذا تنسى هم ما تدوخ بالحسابات وشقد ما شوف وزن المريض قسم على 2 مثلا مريضك مريضك وزن 80 كيلو مريضك وزن 80 كيلو وانت مغمض قسم 80 على 2 يعني يحتاج باليوم 40 40 من الانسولين من جبناها جبناها من هاي الهذا قلنا 0.3 الى 0.5 اخذنا 0.5 بسورة الحسابات زين بالكيلو جرام كل كيلو يعني كل كيلو 0.5 معنا 80 في 0.5 طلع النا 40 international unit of انسولين هذا يعني بصورة عامة يعني هذا اللي لازم ياخذها على طول اليوم لحد الان ما عارفين شلون نبطيها ويا نوع من الانسولين نستخدم هاي لحد الان ما مسوينها احنا ما عارفين هاسه نجي نعرف ها بس انت اول ما يجي ببالك شي اسأل نفسك تقول شنو هذا شقد راح تحط المريض هذا شم وحده انسولين راح تحسب total daily dose of انسولين اكو شغلة تنتبو اسمها هانيمون هاني هاي هانيمون فيز هانيمون شنو شباب هانيمون على متخافة مر عليك بكتاب الهانيمون المريض ابو type 1 diabetes مو المفروض توقف عدة البيتاسيل بالبنكرياس بعض الاحيان توقف عدة البيتاسيل او امثلها لكم مثال عدكم بالبيت قلوب يرمش يريد يحترك يريد ينطفي يريد ينطفي بس بعدها ما منطفي مرات ينطفي بحيث يصير شوية ظلمة وحتى انت كأنما تضطر الشغل قلوب ثاني وافتراضا يعني هسا قلوبات كنها بشغلين ها او وساعة الساعة اشتغل ساعة الساعة فهاي البيتاسيل مثل اللي ترمش تطفى 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 ماكو انسولين وساعة الساعة اشتغل وتوحدها هذا يسمونه هانيمون فيز بحيث هنانا الجرعة مالته يقللوها لأنه هي ساعة الساعة ساعة ممكن تشتغل عندنا وسوينا هاي فغلايسيميا ممكن فاللالك يسمونه 0.2 الى 0.5 وبالحقيقة اكثر شي يستخدم 0.2 الى 0.3 اكثر شي وبالهانيمون يستخدمون الى 0.2 الى 0.3 لين يصير عنده مرة مش تغلى البيتاسيل مرة لا المريض مالتنا اللي عنده كيتوسيس هذا نستخدم له جرعة عالية كلش من الانسولين من 1 الى 1.5 يونت بالكيلوغرام كيتوسيس هذا عدة بعض بينما تايب 2 شباب تايب 2 شبي الشوفون تايب 2 الجرعة مالتنا هنا قليلة 0.1 الى 0.2 قلنا لكم احنا تايب 2 هم بعض الاحيان نستخدم له انسولين هسأ قلكم بنهاية المحاضرة بليش استخدم ناله جرعة قليلة هنا خيلوا ببالكم انا من انطي انسولين اطي حتى عوضا نقص من انسولين وإلا هو عنده كمية من الانسولين تنتج تايب 2 ما عد نقص يعني ديفيشينسي اف انسولين فلذلك انا اطي كمية قصيرة واقدر ازودها بعدها اطي التفاصيل لاحقا علي تاهمتوني شباب اللي اريدكم تعرفونا يعني كلش مهم بهذا الاسلايد انه شلون نحسب total daily dose of insulin based على الارقام هاي ولي همنا اكثر شي انت خلي ببالك دائما من يجي كمريض تحسب total daily dose تقسم الوزن مالته يعني بس مجرد الوزن مالته على اثنيا يطلع لك total daily dose مالته طيب شلون نمطيها طلعت لي طلعت لي 40 طلعت هاي القلنا عليها هس 40 يعني يونت 40 يونت طلعت للمريض زين 40 يونت شلون انطيها يا نوع من الانسولين اختار وانطيها بيا شكل عدنا الطريقة القديمة تبهولها رجاء خاف واحد مثل والدي قرابته هاي المحاضرة اصلا حتى عامة الناس ممكن ايضا يستفيدون من بعض الاشياء فاذا الالسيستيم يسمونا السيستيم اللي قبلنا اللي كان يسمونا R&N System او يسمونا صافي وخابط صافي والخابط بعدهم يستخدمونا بس هو الالسيستيم شوية زين هذا جي يستخدمونا صافي صافي وخابط الNPH هو الخابط مالتنا مال حاجدورن هذا اللي سسمونا Neutral Protamin Hagedorn الNPH ونخلطو ويا صافي اللي هو Regular Insulin اللي هو Human Insulin NPH و Human Insulin هذا كل بس نجرد نخبطهن اشلون نخبطهن بها طريقة خلي نفترض طبعا حسب لهذا هذا مثلا مريضنا مو طيب مريضنا مثلا مو على اساس ال.5 حسبوله تريد تحسبلي على اساس ال.5 تحسبلي على اساس ال.5 بس الفتحاله معينة مثلا هو المريض مالتنا مثلا بالتايب 2 ومزودين لشوية مضطينا 0.3 طالعو عنا أبو الثمانين هذا أبو الثمانين قبل قبل لا نوصل له لانا قبل لا انت عدك هسا المريض مالتك المريض مالتك هو حسبت له Total Daily Doze Of Insulin بالوجه جيب Total Daily Doze Of Insulin جيبها قسمها الى ثلثين بثلث Total Daily Doze Of Insulin قسمها الى ثلثين بثلث خلي انا من الساعة لانا قلت لكم 40 يونت ما انا راح اخذ المثال مالتي ما لعلاقة بالسلايد هذا منطلعت لي 40 يونت لان المريض مالتي هو 80 كيلوغرام 80 كيلوغرام وانا قسمت على 2 لانه اعتمدت على 0.5 بير كي جي 0.5 على 2 على 2 طلع لي 40 يونت اوكي الـ 40 يونت مبدئيا اقسمها مبدئيا اقسمها الى قسميا قسميا يعني ثلثيا 2 على 3 2 على 3 بثلث 1 على 3 اوكي هاي ثلثيا بثلث طيب الثلثين هاي مالتي هم اقسمها ثلثيا بثلث هاي هنا ثلثيا بثلث هاي ثلثيا وهاي ثلث هاي هنا ثلثيا يعني هذا الثلثيان الثلثيان اللي بطيتهم هنا أطيهم بالليل ليلا أول واحدة وهذا صباحا هاي بطيتهم صباحا صباحا الثلثة قسمة ثلثيان بثلث أيضا ثلثيان بثلث عفونا بالعكس هاي ليلا هاي غلطتان هذا ليلا يعني قصدي أنا قصد شنه صباحا لأنه يغطي لك اليوم كله صباحا هنا زيان أقسمة ثلثيان بثلث ها 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 واحد على ثلاثة واحد على ثلاث أرجوكم لا تدوخون بها الأربعين جبتها قسمت ثلثيان قسمتها ثلثيان بثلث يعني أهنان هاي ثلثيان صباحا أو ثلث مساء بعدين هاي جرعة الصباحا أيضا ثلثيان بثلث ثلثيان بثلث ثلثيان منها شوفوا ثلثيان منها هاي هنا ينا ثلثيان قطي ن بي ایش الخابط وثلث ها هنانا الثلث أنطي الصافي regular insulin وهنانا ثلثين بثلث اللي هو جرعة الليل هذا خابط وهذا صافي ما بها شي أرجي هنانا اللي المكون مالت هنانا طلعت لهذا المريض هنانا المثال طلعت 24 يونت عوفوا ذاك المثال الأخير هم نرجع مثال آخر 24 يونت الـ 24 يونت هنانا أقسمها ثلثين الصبح أو ثلث بالليل شوفوا ثلثين الصبح ثلث بالليل الـ 24 إذا قسمها ثلثين ثلثين يعني 16 يونت الصبح أنطي البريد 16 يونت وبالليل أنطي 8 يونتات طيب هاي 16 يونت شلون أجيب الصافي والخابط أسحب من الصافي ثلث بالسرنجة أسحب من الصافي ثلث ثلثة 16 يعني 6 ثلثة 16 يعني 6 أسحب من الصافي وبعدين أطبوا بالسرنجة هاي جرعة الصبح وأطبوا بالسرنجة بالخابط أسحب 10 يونتان النتيجة يصير 16 وحدة خلص اجتني جرعة الليل انا قرد هي ثمانية انا محددها لها قدام جرعة الليل ثمانية اقسمها ثلثية نبثلة اطبوه بالسرنجة بالصافي اسحب اثنين يونت وبعدين اطبوها بالخابط اسحب ستة يونتات وبالتالي النجموع ثمانية وازرقها للمريض النتيجة الكلية اش راح اصير عدي التوتال ديلي انسولين بهذا مثالنا 24 يونت بهذا المثال الثاني النتيجة الكلية 40 يونت اسمبل اصدات هذا النظام القديم النظام القديم اذا اردطيها بالall system اللي ما عاد هو يمتبع ما عاد كلش هو يمتبع بس اذا اردطيها بالall system هذا الall system ما لك اوكي طبعا طبعا اذا هذا هنا يسمونه بعض الاحيان سبلت ماثوت سبلت ماثوت بعض الاحيان سبلت سبلت يعني منفصلة يعني مو الاسم الجايل سبلت chi sableit method شن grain sableit يعني يعني انا انطه جرعة الليل منفصلة عن جرعة النهار جرعة الليل وما لها علاقة بالاكل جرعة الليل منفصلة عن جرعة النهار وما لها علاقة شوكت مو منتاكل مثلا تخليه ويه الغدا ويه العشو ويه الريوق وكان لها تقطه جرعة الصباح جرعة بالليل ما لك علاقة فبهاي الحالة هاي بيها بيها مزايا صراحة وبيها عيوب هوايل اوكي المزايا ما لاتها انه شباب إنه هي ما يحتاج هوية تضرب إنسولين يعني عدد الشكات قليل عدد الشكات قليل وبنفس الوقت هنا تفيد ممكن تفيد يعني بدل خطية الأطفال يضوجون من هاي الشالفة يعني تدرون عدد الشكات هوية يضوجون منهم بس يعني صحيح عدد الشكات قليل بس العيب مالتها إنه نوت ما يميك ذا نشرال إنسولين النشرال إنسولين من شرحت لكم إياه أنا هنا هذا النشرال إنسولين يعني بي بيزل وبي بولصات ويكل مرة من الأكل يطلع إنسولين من البنكرياس بينما هنا أنا منطيته مرتين باليوم يعني منطيته ثلثين بثلث شوفوا هنا أنا ثلثين الصبح وثلث بالليل فلذلك هذا مرتين مادام منطيته بشكل مرتين هذا ما يشابه الجسم وبالتالي إذا ما شابه الجسم هاي مو طريقة صحيحة أوكي زياد هنا اللي شي ننتبهه ننتبه دائما يا شباب إلى الأوردر أوف ميكسينج الأوردر أوف ميكسينج يعني مو دائما مو تخلط لي الخابط بالبداية وبعدين الصافي هاي دائما نركز عليها الميكستارت حل هاي المشكلة الميكستارت لا يحتاج تخبط ولا هاي هو الشركة اللي قدام خالطت لك تاخد تسحب جرعة الصبح تسحب جرعة الصبح حش قد طلعت لك جرعة الصبح تسحبها الثلثين وباليال تاخد ثلث وخلص هي الشركة مقسمتها ثلاثين بسبعين ما يحتاج أنت تروح وتدور وراء فلذلك هاي بس أكو سؤال أكيد يجيب بالكم سؤال واحد يقول لك يا بر زيان هو إذا الشركات خلطت لنا اللي قدام ومخلوط ليش لحد الآن الشركات جاي يصطن عنا إنسولين صافي وإنسولين خابط لحد الآن لحد الآن جاي يصطن عنا سموجود بالسوق الجواب مالتها يقول لك يا بر لعد إحنا مو دائما بعض الأحيان نحتاج إلى دوز نحتاج مثلا بلقد نقول بالأمرجنسي سيشواشن بالكريتيكال كير بالسيرجيري بالديك نحتاج بس نمطي آي في ريجولر إنسولين ما يحتاج إحنا مخلوط الإنسولين يجينا بريميكست ما يحتاج وبعض الأحيان نحتاج مو ثلاثين بسبعين نحتاج يا بر خمسين بخمسين أربعين بستين فلذلك يعني لازم عدنا دائما مرونة إضافة إلى ذلك مو كل الدول عدها إمكانية توفر لك دائما بريميكست نحن الحمد لله بالعراق موجود عدنا بس كثير من الدول الفقيرة ما عدها فلذلك هذا الصافي والخابط رخيص وهواية جنر كومبنيز ممكن اصطنعها موجود ومتوفر وينما النظام الجديد شباب هسا احنا كنا المبدأ الأول شوية وشوية وياكم أول شي حسبنا اللي هي بس مجرد عبارة عن قسمنا الويت على اثنين وطلعتنا بالنظام القديم قسمناها إلى ثلثين بثلث ونقدر نطيها من خلاص وما خلصنا أو كل واحدة نقسمها أيضا إلى ثلثين وثلث مرة تانية ونزرقها طيب النظام الجديد ما لاتنا شنهو من طلعتنا هاي الأنالوج الجديدة مالة الإنسولين حلوة هاي الجديدة مثلا اللي هو الأسفارت اللي هو الإنسولين لسوبرو الإنسولين غلوليسين لأن الأشياء كل ما شجعنا نستخدم النظام يسمونه بيزل بولس إنسولين بيزل بولس البيزل بولس من ساعة من شرحت لكم الإنسولين سيكريشن بالفيزيولوجي قلت لكم الإنسولين هو ينفرز بشكل بيزل بيزل يغطيه للإنسول الغلوكوزي اللي يطلع من الليبر وأيضا وكل واجبة غذاء ما يطلع إنسولين من الدخل وكل واجبة غذاء ريوق غداء عشان عفوان هذا القلم يروح مني والله يمساوي زياد هذا البيزل إنسولين يسمونه بيزل بولس إنسولين اللي اللي هنانا إحنا كأننا ما نريد بهذا السيستم ما يمك ما يمكس إنشابه يعني النورمل إنسولين فروفايل إنشابه فلذلك سوينا نورمل جبنا واحد من الإنسولين أنالوج الجديدة بطلعة المه أو من أي جبناه نسوي ننطيه للمريض كأنما بالليل يغطيه للبيزل كأنما يغطيه للبيزل كأنما بالضبط أشابه عمل البنكرياس يعني إذا عطيته مننا أنا عطيته مننا بالميدنايت هذا نعطيته بالليل دائما عطيته ووي كل وجبة غده ووي كل وجبة ريوق غده عشاء قط جرعة من الرافد أكتنج إنسولين أو من الريجولر إنسولين رابد أكتنج قلت لكم ياله هو الأنالوج زن الثلاثة أسفارت ولسبرو ولولسين سميتهن رابد أكتنج إنسولين يبدو شغلهم برا خمس دقائق بينما الشورت أكتنج إنسولين الشورت أكتنج إنسولين هذاك الشانل سميته ريجولر ويبدو شغله برا نص ساعة فهذا الفولصات هذا الفولصات أقدر أغطيهن إما برابيد عفوا إما أغطيهن هذا برابيد أكتنج إنسولين لسوبرو وأسفارت ولولسين أو أغطيهن بريجولر إنسولين مالتما للهيومن العادي اللي هو يعني هواية إلا أسماء تجارية أوكي شباب طيب شووهن قاموا وقال لك هذا هذا خوش طريقة قال لعت شلون نحسبه مريض وإجاك المريض مالتنا إجي خلطيكم هاي الكيس المريض إجي عمره 80 كيلو هاي قصدي سوري وزنه 80 كيلو ويينغ 80 كيلو هنا طيب أنا أرد أحسب له أحسب له الإنسولين مالتا شلون ياخذ الإنسولين وقل لك يابا مثلا ودعس إنت صيدة لأجدتك مثلا خنقول الفايل والطبيب يسوي هذا وقال لك هذا أريدك تحسبول له الدوز اللي هي الدوز مالتا أريدكم تحسبول له عن النظام الجديد اللي هي بيزال بولوس إنسولين هذا النظام الجديد طيب شو تسوي أول خطوة ابدو أنت مغمب تحسب التوتال ديلي دوز أوف إنسولين تحسب بس مجرد تقسمة على هذنين طلعت لك التوتال ديلي دوز أوف إنسولين ها خلص أو هي بالحقيقة بوين 5 بير كيلو جرام بودي ويت تضربها في 80 تطلع 40 ميلي جرام 40 يون هاي الحد هنا التوتال ديلي دوز ما دام على النظام الجديد دائما النظام الجديد خلوا ببالكم مو النظام القديم نحسب ثلثيان بثلث ثلثيان بثلث النظام الجديد هو عبارة عن 50% 50% 50% يعني 50% بيزل 50% بولس 50% بيزل 50% بولس يعني دائما انت توتال ديلي دوز أوف انسولين اطلعت لك قسمها حط 50% بيزل و50% بولس قسنا نجي للبيزل البيزل ما دام هو يعني قلت لكم ما دام بيزل فلازم دائما تستخدم انسولين اللي هو ما يسوي لك بيك ما يسوي بيك يعني مثل ما قلت لكم كوني نشابه البنكرياس البيزل انسولين ما لبنكرياس هو ما بي بيك يمشي مستمر هيتش هذا الكير ويمشي هيتش يمشي حتى يغطي لك الانسولين يغطي لك الليوكوز اللي ينفرز من الليبر او مالبتوين ميل اوكي طيب هنا هللي عدنا الانسولين اللي هو بيك لس بيك لس انسولين ما بي بيك او هو مديد الفعالية يقول لك الانسولين تذكر اثنين نوعين عدي انا من الانسولين بيك لس اللي هو واحد منهم غلارجين اهم واحد غلارجين اللي هو اللانتس الاغلارجين هذا كلش بيك لس يعني ويستمر بالجسم لمدة 24 ساعة والثاني اخوه يسمونه ديتمير ديتمير اللي هو ليفيمير اسمه التجاري بس ديتمير هذاك مشكلته انه شوية بي بيك وخلال لازم جرع عمالة البيزل هم تخليها مرتين باليوم ما مفضل صلاحة بس فيما لو موجود ايضا ممكن استخدم ديتمير ديتمير اسمه ديتمير ترجعون ديتمير خلونا من ديتمير المهم النتيجة النهاية اول ما حسبت total daily dose of insuline بالخطوة الثانية حسبت منها بيزل انسولين 50% منها بيزل انسولين يعني 20 منها بيزل انسولين وراح تختار البيزل انسولين اياه احسن واحد بيزل انسولين نختار الكلار جين اللي هو اللانتوس اذا جايك محددلك بالكيس شيت مال مريض او بالوصفة مالك علاقة استخدمة مثل ما قايلي لك بس هنانا استخدمنا 20 من الكلار هاي راح تغطي لك الفترة من بالليل تطه اتنايت الحث ثاني يوم بالليل هو بيزل بيزل انسولين زيب بعدين نيجي نحسب البولوس انسولين نحن 50% خلصنا من حسبناها وحددنا نوعها وطيناها للمريض بالليل لطيناها زيان البولوس انسولين شي سوي يغطي لك مالات الاكل يغطي لك مالة الاكل ويكل بجبة اكل يغطي الكياها البولوس انسولين مو 50% حسن تقول لي ايه 50% لان هي بقى تعدى 50% زيان 50% كون اقسمها على الثلاث وجبات مال الاكل 20% على ثلاث تقريبا 6 يونتات كل وجبة تطيها 6 يونتات يعني وراء وي الريوك تطي 6 هنا وي الريوك تطي 6 وي الغد تطي 6 وي العش تطي 6 هالمرة صارت عندك هالمرة انطيت 20 يونت 20 يونت مباشرة انطيتها بيزل وي كل وجبة بطيت 6 ب6 ب6 اذن تحسب التوتل هسا تلقى ها قريبا الاربعين 40 يونت اللي هي total daily dose of insulin بهاي الحالة انت حسبت جرعة مالة الانسولين هذا الحشي هذا الحشي القدامكم يرهم على اكثر من 80% من المرضى هاي الاشياء اللي لازم تتعلم ها فقط يعني بهم رح اقول لكم بعض التركات بس يعني هاي انت الميرض شو تريد منه اجاك عرفت كذا شقدت العزمة عرفت اوكي شباب طيب هنا اريد واحد يسألني اكيد ببالكم اجا سؤال سؤال اجا ببالكم هس واحد يجوز يسأل يقول يابا انت جاي تطي جرعة من الانسولين مالة الغد والريوك والعشة يتقسم هن بالتساوي نفس الجرعة جاي تطي هن للمريض معقولة المريض يتريك نفس الكمية الكاربوهايدريت اللي يتغدى بيها ونفس كمية الكاربوهايدريت اللي يتعشى بيها خوة ما معقولة مو منطقية هذا الامر صحيح انا اقولكم مو منطقي نهائيا هذا الامر وراح احلكم اياه بالسلايد الجاي هذا يسمونه يسمونه اكزيرجن اكزيرجن انسولين اكزيرجن اكزيرجن شنو الاكزيرجن الاكزيرجن هنا انحراف بعض الكتب السميه Correction Factor أو بعض الكتب Sensitivity Factor ما أنا علاقة بي المهم المفهوم مالكا إذا تخيلوا يا كاسا مريض بالبيت وجاي السول فاسوالف إحنا إجا جيرانكم قل لك والله أنا مريض وتون شخصوني عندي دايابيتس وإنت ببعلك تريد تدردشو يا وتريد تحسب للدوز ببعلك أول مرة تسألي المريض إشقد وزنك؟ قالوا عمو كل شيء إشقد وزنك مثلا طلع وزنه 80 كيلوغرام أو 100 كيلوغرام خنقول 100 كيلوغرام خنقول 120 كيلوغرام حتى ما يصر المثال واحد 120 كيلوغرام كل السمين هذا أول 120 كيلوغرام بالوجه أنت رأسا حفظت قلت بعد ما عرفته هو طيب 1 دايابيتس يعني بعد الحشي والهيستري عرفته طيب 1 دايابيتس وهو مو بالهونيمون فايس يعني بعد صار حشي المهم عرفنا المهم التبت عندنا هذا أريد نحسب للدوز قبل 120 تضروها في 0.5 صارت 60 وحدة من الإنسولين صح لو خطأ 60 وحدة من الإنسولين أنت انطيت 30 وحدة منها اضطيتها بيزا الإنسولين اختاريت الغلارجين مثلا اللانتس وضطيتها بالليل ظلت الجرعات ما للنهار الجرعات ما للنهار الثلاثين وحدة الثانية تقسمها عشرة ريوق عشرة غدا عشرة عشرة وتزرقها إلى صبكتين يص بالقلم وخلص عرفت الحسابات كلها سألتكم سؤال قلت لكم معقولة الغداء والعشرة والريوق نفس الشي قلت تقول لي مو معقولة إذن شي أسوي حتى أنا أحل هاي المشكلة اللي أسوي هو الآتي تخلي ببالكم أول شي مبدئيا تخلي ببالك معلومة إذا واجهتك أي مشكلة المريض مالتك جاي ياخذ علاج والصعد عده لغلوكوز صعد عده لغلوكوز خلنا نقول صعد لغلوكوز اللي بعد الأكل يعني ببره ساعتين من الأكل وببره ساعتين من الأكل لازم المريض كون ينزل جوه المئة وثمانين يعني البلوكوز مالتك والصبح الصبح يعني صباحا كون يعني المريض مالتك الفاستينج مالتك دفنت لي لازم أقل من 130 دفنت لي التاركت مالتك 130 دفنت لي لازم أقل من 130 وهذا كون دفنت لي أقل من 180 نفترض المريض مالتك أجي قل لك في اليوم من الأيام قل لك يا با شو أنا الصبح يصبح علي الصبح ألقي إدي هاي برغلائسيم يعني قصدي بلوكوز مالتك قسط بالجهاز اللي عندي بالبيت ألقي تصاعد هذا قبل أي وحدة أي مشكلة أي رقم عدك أبنورمال بالفاستينج بلازم أقلوكوز يعني هو الصبح وهو على ريقه رأسا انت ما تفكر إلا عدي مشكلة بجرعة اللونغ أكتي أو الان بي اج ما لك علاقة بالريجولر أبداً ما لك علاقة لأن الريجولر ما لك علاقة بالفاستينج فأنت إذا تيت تختبر تختبر أنه مضبوطة جرعة مضبوطة جرعة الريجولار أو الربط أكتينج أنت تباوع للفاست برانديا الانسول برا ساعتين من الأكل نزل جول 180 أوكي يعني أنت جرعتك مال الريجولر مضبوطة طيب إذا تختبر أنت جرعة مالة اللونغ أكتيج مضبوطة أو الان بي ايج ماذا تختبر؟ تختبر سويلة تقول له والله حلل لي وأنت صبح صايم إذن بهاي الحالة جول 130 خلص المريض مالتك ما بي شيء والجرعة مضبوطة جزيلاً هذا خلوها يعني فد قاعدة حتى أطبيها للأريدة مسألة أنت المريض مالتك إجاك وعلى مود تحل التساؤل مال الغداء والعشاء والريوق بأقوله نفس الشي نفس الكاربوهيدريت يقول لك هذا على مود نعرفها الطبيب من تتحدد الجرعة للمريض يقول له أنت روح لأهلك روح لأهلك أبقى أسبوع عشر تأيام ربما شهر أو سوقيس لي خلنقول أسبوع كل أسبوع يقول روح يا مريض أو قيس لي بالجهاز ثلاث مرات باليوم يعني أنا على مود أعرف أنه أنت إياها أكثر وجبة هي تساعد لغلوكوز مالتك فيقول له يا بس ثلاث مرات باليوم تقيس لي بالله مثلا صبح وظهر وليل صبح وظهر وليل كأنما هنا قاس الصبح والظهر وليل ثاني يوم قاس الصبح يعني وراء الأكل كل واحدة وراء الريوق وراء الريق هنا استمرين أسبوع بعدين أخذ البيانات مالتك أخذ البيانات مالتك كلها والقياسات تشارت وراح للطبيب اشقل إياها او جاب لك إياها شانا بالصيدة ليها ويجبوا إياها فذول ممكن جاب لك إياها للقياسات وقال لك ها يا دكتور أنا هذن القياسات يقسيتهم بالبيت طبعا تاخذ الأفر جمالتهم الأفر جمال الغدوات والعشوات والريوقات وتشوفها شقد طلعت قدك الأفر جمالتهم مثلا خلنا نقول كل الريوق بالريوق ماكو مشكلة كلها كلها الفوستبرانديال ماعدي مشكلة يعني قصدي الفوستبرانديال بالريوقات مثلا جول 130 او جول 180 مال الغدوات كذلك مثلا طلع مال تلعشق مثلا 240 طلع 240 بهاي الحالة يعني الغدة الكاربوهايدريت جاي اخذها بالغدة اكثر ان الكاربوهايدريت انا قصدي بالعشا او اي واحد اذا طلعت قيمتها اعلى من 180 بهاي الحالة يعني انت جاي تاخذ كاربوهايدريت اعلى من البقية الوجبات وبالتالي انا اسميه correction factor راح اضيف وحدات اضافية على الجرعة لحسبتها من ساع حتى اوازن الوجبات بيناتهم اوازن مبدئيا على مود مبدئيا هاي الشغلة اللي اوازن بيها او سووا correction factor يسمونها 1500 rule 1500 rule او قاعدة 1500 1500 اذا مريضي اضاوعة اذا هو ياخذ regular insulin يعني الانسولين مالتا regular مو الانسولين اللي هو الانالوغ اللي هو الاسفارت الاسفارت وغلوليسين والنسبرودو الانسولين شنت سميه الصافي اذا ياخذ regular insulin خلص اذا regular insulin اطبق عليه قاعدة 1500 هذا شن قاعدة 1500 يقولك قاعدة 1500 قسم 1500 على التوتال ديلي دوز مال فيه جاك هو قاعدة سئلة قاعدة انت ش قاعدة تستخدم انسولين باليوم؟ قالك انا استخدم 50 يونت بحددي اللي 50 يونت انت بس قول 1500 على 50 يساوي 30 شنو معنى الثلاثين هاي شباب؟ معناها هاي الثلاثين هلقد ميلي جرام بير ديسي ليتر؟ كل وحدة انسولين ممكن تنزل كل وحدة انسولين تنزل لك هلقد رقم 30 ميلي جرام بير ديسي ليتر؟ شقد ما يطلع عربقهم هنا؟ هاي شبعناها؟ طيب اطيك مثال على مدماء فيهك جاك مريض المريض مالتك هو ياخذ ياخذ خمسين يونت هاي خمسين يونت توتال ديلي دوز وانت قل لك يا ذا انا اريد اضبط الجرعة سيب الكورركشن فاكتر يعني الاغداء والعشاء بعض الاحيان شو يصعد عدي او مثلا فهو قايس مثلا اجاب لك تشارت مالتك الريوق مالتك الأثرج طلع 97 قضي فاستينك قبل الريوق البريك فاست طلع 115 اللنش طلع 240 اللنش الدينار 112 بهاي الحالة انت ضوعت الهم كل هين عدك مشكلة بالفاستينك لا ضمن التارجت عدك مشكلة بالبريك فاست لا ضمن التارجت عدك مشكلة بالدينار لا الدينار ضمن المشكلة العدي انه هذا طالعة زيادة اللي هو اللنش معناه هو بالغدا يضرب تشريب ويضرب فتشي زيادة وبالتالي ما معقولة انا اساوي عدد الوحدات بين او بين الريوق فش يحتاج يحتاج اضيف لي وحده حتى اوازن اوازن الجرعة مالتك حسبتها من ساعة طيب هو جايتك هو قال لك انا استخدم الملانتوس هو يستخدم 25 الاكترابت اسم اتجاري مالت الريجولر انسولين هان الاكترابت الهيومن انسولين اكترابت الهيومن انسولين اذا هو يستخدم يعني هناشورت اكتينق مالت طيب 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 اكترابت قاعدة استخدم قاعدة 1500 1500 على مود احسب لي 1500 على 50 طلع لي 30 ملغرام 30 ملغرام معناها كل وحدة انسولين تنزل لي 30 ملغرام من هاي الزيادة اللي عنده طلعت لي زيادة طيب بالنسبة للغدا الغدا مالتي أنا بما أنه هو واصل 240 واصل 240 أنا شبالي ببالي أناس لجول 108 ملغرام كافي علي أناس لجول 180 بوست برانديا الكافي علي إذن الفرق عدي بين 240 اللي هو واصلها للي عريده أنا 160 عدي 60 60 ملغرام بير ديسي ليتر 60 هاي الستين هي لسميها هذا الستين هو مقدار الانحراف عن التارجت مالتي فبالتالي يكون أطي انسولين اللي ينزل لي هاي الستين الزيادة عدي بالغدا أنا دي قدام حاسب حاسب قاعدة هذا حاسب حاسب هنانا الوحدة الوحدة من الانسولين تنزل ثلاثين زين هي ستين إذن يحتاج أضيف له كل الأسويه بس أضيف له وحد تين انسولين على جرعة الغدا هاي وحد تين انسولين على جرعة الغدا خلص المريض ما التصار فل 100 أو أوكي فذن الأشياء الأشياء اللي اللي شوفونهم انتوا قدامكم شغلات بسيطة ولكن كلش مهمة على موت تضبط جرعة الانسولين للمريض إذا المريض مالتك ما يأخذ regular insulin المريض مالتك يأخذ rapid acting insulin ويل لانتوس لانتوس هذا long acting ما نعلقة هذا جرعة الليل إحنا ما جاي نتلعب بي هذا جرعة long acting ما جاي نلعب بي لأن إحنا جاي نسوي correction factor للأكل هذا ما العلاقة بالأكل هذا علاقة عن الليل هذا بيزل إحنا نحكي على short acting أو نحكي على rapid acting فإذا المريض يأخذ rapid acting اللي هم إنسولين أنالوجز إنهما الليسوبرو والأسبارت والغلوليسين في هاي الحالة شتستخدم لقاعدة ألف وثمانية الألف طبعا هندأ باقف هاي فروقات بينها بالمناسب حتى النتائجة شو ستطلع قريبة لأن تطلع كسور ونقربها بس انت على مد تعرف على مد تكون واعي للي يصير حولك قاعدة ألف وثمانية نفس الشي هم نتقسم الألف وثمانية على التوتال ديلي دوز ما للإنسولين هالمرة طلعت ستة وثلاثين هاي الستة وثلاثين يعني كل وحدة كل وحدة من هذا الربط أكتينج إنسولين تنزلك ستة وثلاثين ملغرام من الكلوكوز بما أنه مريضك نفس المثال هو صاعد تقريبا عدة ستين ملغرام زيادة عدة باليام الغد فأنا تقريبا تقريبا الستين تقريبا أستخدم لها موحدتين بعد التقريب بس أضيف له وحدتين على جرعة الغدى مالتا مالتين مالتينيجلوليسين أضيف له وحدتين ودار يا دار ما دخلك شر على موت بس مجرد ألخصها السريع ألخص هذا فإنما من البداية لديك كيس مستر علي إن شاء الله ما يطلع واحد بكم اسمه علي مستر علي الويت مالتا 90 كيلوغرام هو تايب 1 دايابيتس بيشن تايب 1 أنت مثلا نوبات تجي بالكيس مثلا تفقوا أنه يستخدمون ل 0.4 بدل ما 0.5 يستخدمون ل 0.4 انترنشلوليون فبالنسبة للصيدلي بالميديكالتور شي يصير اتفاق ويصير أنه هل قد عندنا راح نستخدم ل 0.4 لأنه يخافون معظم إحيانا من الهايبرغلايسيميا ما يبلشون 0.5 بس النتيجة أنت تطيخ يقول لك حسب للدوز على أساس 0.4 الانترنشلوليونت بير كيلوغرام بير داي واستخدم له إبيدراء اللي هو غلوليسين غلوليسين هذا غلوليسين اللي هو ربط أكتينج إنسولين أنالوك واللان تصل لهو لقلارجين هو جايتك إذا هسنت صيد يلي وجدتك بهالطريقة ويقول لك يعني بحسب للدوز وضبط الهياب ولبلي بالهياب لا زحم عليك طيب هنا أنت أول ما يجي تجي تحسب Total Daily Dose of Insulin بس تضرب 0.4 بالتسعين تطلع لك 36 الانترنشلوليونت أوكي ال36 الانترنشلوليونت بما أنه ذني هذا فإذن راح نستخدم النظام الجديد نستخدم 50% بـ 50% بيزل بولس بيزل بولس من أكتشفتها حتى من أنواع مستخدمتها لأن هذا بيزل إنسولين زيب إذن 50% يعني معناها أقسم الدوز ال36 مالتي 18 18 أعتبرها بيزل وطيها بس بالليل 18 وحدة بيزل وطيها بالليل وال18 الثانية أعتبرها بولس وقسمها إلى ثلاث مرات على الوجبات يعني راح أصير 6 وجبة 6 6 international unit بريوق وغدا وعش هالمرة قل لك ببرة شهر إجاك المريض راح لهلة وببرة شهر جاب لك القياسات مالتي شاف الفاستينج مالتي الأفريج 100 البريك فاست 120 اللنج 322 الدينار 270 وهنا هالمرة يقول لك ضبط لياها ولو زحم عليك ضبط لياها للمريض إجاك المريض شلون نضبطها بما أنه هو المريض الشي يستخدم هنا الانسولين اللي هو مالة البولس يا نوع تقول لك هذا نوع الربد آكتينج إذن الربد آكتينج أستخدم لقاعدة 1800 لو قاعدة 1500 لا الربد آكتينج نستخدم قاعدة 1800 لو أنا قايل لك رجولر انسولين شاستخدمت قاعدة 1500 إذن نستخدم قاعدة 1800 نحسب له تطلع عندنا هاي 1800 على 36 تطلع عندنا 50 يعني معناها كل وحدة انسولين وحدة تنزل لي 50 ملغرام من البلوكوز بالبلازمة بما أنه وصاير 322 بالغد وأنا أردوصلة لل180 تارغت مالتي بعد الغد هنا إذن 142 تقريبا 150 يعني تقريبا 150 بما أنه كل وحدة من الانسولين تنزل لي 50 حسب هذا هنا إذن أنا بس مجرد أضيف 3 وحدات من الانسولين على جرعة الغد مالته راح تستعدل وهكذا نفس الحسابات أسويها للعش العش صاعد 270 نفس الحسابات بلو يتلقى لك أضيف 21 حتى من الانسولين على جرعة العش وبهاي النتيجة راح أنت تضبط قياسات الانسولين أكو عدي فدرول ممكن مش مهمة لا بأس أنت تقدر تحسب الانسولين يسمونها estimating premium insulin شباب أبشركم ما ظل شي رجاء أنا أتمنى والله أدري الموضوع كل شي هذا وأدري بيكم دخته وأدري والله أنا همات شحرجيت بس كونوا على ثقة الموضوع إذا ما يتغطى كله الرول 500 هاي رول 500 أو رول 450 هاي هاي إذا واحد يسوي لكون يمسح هذا السلايد مو مهم كلش مو مهم هذا السلايد بس إذا يريد واحد يطلع علي بعض الأحيان المريض يريد قبل لا يأكل يعرف شقد ياخذ انسولين يعني اعتمادا على كمية الكاربوهايدريت بالوجبة مالته هذا يسمونها اللي الناس اللي هي تعرف هاي شقد بي وهذا شقد بي وهذا شقد الجليسيميك اندكس مالته ذول اللي عندهم ميزان بالمطبخ وعدهم 24 ساعة يحسبون هذا مو كلش مستخدمة بس بكل الأحوال انت هذا نحسب بها الإنسولين اعتمادا على كمية الكاربوهايدريت وأيضا ليش وحدة 500 وحدة 450 هاي الخمسمية إذا المريض يستخدم ربيد آكتينج إنسولين وهايا 450 إذا يستخدم نريجولر إنسولين يعني أنت في من الأمانة العلمية بطيكم بس يعني فديوم من الأيام خاف تشتغلك بسنتر يعتمد على هيت إن شاء الله تتذكرها الرول أوف الرول أوف 500 أوكي شباب آه طيب أنا هستخدم هذا كله شلون الضبط جرعة البوست براندي اللي هو صوليوبل الصوليوبل إنسولين شلون الضبط جرعته وتلبلب هاي للمريض وتضيف لكوركشن فاكتر وكذا زيان إذا عدي مشكلة بالجرعة مالة اللونج أكتينج بحيث يقعد للمريض الصبح دائما المريض يقعد لي عدا مشكلة بالفاستينج مو عدا مشكلة بالبوست براندي عدا مشكلة بالفاستينج من يقعد الصبح بينما هو عادي ويضبط ولا ماكن مشكلة بس إذا طلع عدا مشكلة بالفاستينج بلوت شوقر هاي الحالة وين أنا اتجه شا ضبط لازم أضبط الان بي اج إذا هو يخذ باللي الان بي اج أو أضبط اللونج اكتينج اللي هو قدنا ppers المي بحيث يقول لك دائما نخلي بالك دائما start 10 إلى 20 less than calculated dose الجرعة لحسبتها مالة الخابط أو مالة long acting دائما انت نزلها بمقدار 10 اذا طلعت لك 10 يونت دائما ابدي بالبداية ب8 يونت لأن تحضر هايبوغلايسيميا لأن تحضر هايبوغلايسيميا بالليل ودائما نخلي بالك انه انت تسوري افاليويشن للمريض كل 3 يام كل 3 يام نفترض لقيت انه بعد عايز جرعة عايز جرعة عايز يتزود له ما يصير نزود الجرعة حتى لو اكتشفت انه محتاج 5 يونت أو 10 يونت تضيف لأضافية مو هيد شي لازم الدوز من تغير تغير 2 إلى 4 يونت بيرويك كل اسبوع انت تضيف لك 2 إلى 4 ما معقول انت كلها تضيفها كلها ولا سوي لك صدن هايبوغلايسيميا فدائما تضيف 2 إلى 4 يونت بيرويك هذا بهاي الحالة تقدر تضبط مالة الخابط أو اللونج أكتنج اللانفص نوبات عدنا حالتين واحنا يسمونه سوموجي سوموجي إفكت واحنا دون في نومنا هاي مرة عليكم كلكم بس اذكركم هذا العالم سوموجي اكتشفت شغلة انه المريض مالتنا يقعد الساعة بالثلاثة بالخمسة الصبح هو طبعا يقعد الصبح يقعد الصبح عليهم يسوي فاستينج شوي قيس الفاستينج مالتها الصبح يلقاه كلش عالي الكلوكوس هذا بالسوموجي يبقى الفاستينج عالي طيب رأس يتخيل ببالك أو هو يسولف للطبيبة أو للصيدلي أو يسولف لأهله يقولهم أنا اليوم قعدت الصبح والسكر مالتها صاعت أول ما يتخيل واحد بباله معناها الجرعة مالت الليل كانت قليلة لذلك ما قدرت تغطي طيب هنا أنا إذا الجرعة مالت الليل قليلة وما قدرت تغطي معناها شنو شباب معناها أنت راح تزيد لجرعة الليل بس بالحقيقة هاي السوموجي سوموجي العالم هذا اكتشفه قال اكتشف أنه لا المشكلة مو هنا المشكلة أنا عندي جرعة الليل عالية كانت كلش بحيث شوفوا الجرعة الليل عالية بحيث قعد المريض بالليل الساعة من ثلاثة 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 إلى أربعة الصبح هاي لحد الخمسة هاي الفترة هاي الجرعة العالية مالت الليل سوت عنده هاي بوق لايسيمية طيب الجسم خو ما يبقى مفكتوف الأيدي ما دام صارت هاي بوق لايسيمية طبعا يقعد يلقى منقع نفسه والهذا والاقصد المخدمة تروس عارك فالجسم راح تطلع كاونتر ريجولة الهورمونز يطلع الابنفرين والنورابنفرين ويطلع كاونتر ريجولة الهورمون راح تطلع الهورمونز وبحيث تسوي هايبر غلايسيمية ايرلي مورنغ هايبر غلايسيمية اسموها مورنغ بلد شوغر تشيك إز إليفايتد فلذلك هاي سوموج إفك طبعا الحل مالتها شنو الحل مالتها مبدئيا على مدينة تعرفها كون المريض يقعد الساعة بثلاثة بالليل بثلاثة بالليل يقيس البلدو غلوكوز مالتها ويقيس البلدو غلوكوز مالتها الساعة بالسبعة الصبح يعني ثلاثة بالليل أو أربعة بالليل أو حتى خمسة خلال هاي الفترة هنان بهاي النقطة يقيس غلوكوز وهنا نقطة غلوكوز إذا لقاه هنان نازل وهنا نصاعد يعني هاي سوموج إفك زين شنو حل سوموج إفك حل لأنه انت تقلل الجرعة مالتها الخابط بالليل تقلل الجرعة مالتها مالتها ورح تخطيط هاي وحات الحالة طيب حالة يسمونها دون في نومنا هاي شبيه هاي يقعد يجي الساعة بالسبعة الصبح يلقي الغلوكوز مالتها صاعد زين شنو هذا شنو 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 فرقها عن الأولى هاي فرقها عن الأولى هاي بحيث من يقعد الصبح يعني يقعد الصبح يلقاها هاي فالحل مالتها شنو أول شي يقعد المريض تبلغ أنه يقعد الساعة بالثلاثة بالليل يحلل ويقعد الساعة بالسبعة الصبح يحلل هاي الجرعة إذا صارت هنا هاي بحيث هاي بحيث بحيث هاي معناها هاي دون في نومنا وهاي تستدعين أنه نزيد الجرعة مال الليل ما نقلل لأن الجرعة مال الليل معناها قليلة ما وصلت للصبح نستحدث الثلاثة بالليل وخلصت بحيث بدأ هاي بحيث يصير وصار جروث هورمون تعرفون يطلع بالليل جروث هورمون بهذه الفترة والجروث هورمون إذا طلع عندنا بهذه الفترة سيزيد بالليل بلوكوز لنظل فهاي دون لينو آخر جزء عندي شباب أتحشكر صبركم آخر جزء عندي كنون تنطل إنسولين للبيعين اللي عنده تايب 2 دايابيتس تايب 1 عرفنا تايب 2 دايابيتس نخلي بباننا أنه إحنا دائما من يبدولهم يبدولهم أورال هايبو غلايسيميك وربما يستمر المريض على أورال هايبو غلايسيميك دراجس لمدة 6 7 سنوات حتى 800 وبعدين يجوز يحتاج إنسولين طبعا الناس اللي يحتاجون إنسولين وهم تايب 2 هم الآتي إما ذول الناس اللي صاعد عندهم كل هيمو غلوبين A1C صاعد عندهم أكثر من عشرة أو الناس اللي بلود شقر من هذا العشواء اللي يقيسه فوق 300 أو الفاستنج فوق 250 هذا ممكن أستخدم لهم إنسولين حتى لفترة مؤقتة يضبط الإنسولين وبعدين يرجع للتابلت أو إذا ما استمر هذا ممكن يستمر عليه بعد الناس اللي عدهم DKA دايبيت كيتو أسدوسس ذول تقل إمرجنسي حتى لو عدهم تايب 2 هالمرة لازم نمطيهم إنسولين أو جماعة التايب 2 اللي بعد ما تفيدهم مدة الأدوية ما تفيدهم لهذا لازم نحول على الإنسولين عندي بس أربع خطوات وأنهل الموضوع والمحاضرة المريض اللي عنده تايب 2 البيشن هو مبدئيا ما تبدأ تشتغل عنده مبدئيا أول خطوة يسوونها يضيفون لبازل إنسولين يضيفون لإنسولين بس بالليل بازل إنسولين البيزل قلتلكم إياه الكلارجين أو الـ NPH بازل إنسولين بس نطيها بجرعة صغيرة اللي هي 0.1 إلى 0.2 خاف واحد يقول لي يا بها هاي جرعة كلش قليلة أقول له صحيح مهو أصلا عده إنسولين بجسمه وعده أورال هايبو غليسيميك أجن فأنا أضيف لبس مجرد تكملة نعم نكريز دوز بعدين نبدأ نزيد شباب الدوز كل أسبوع نزيد هاتنين إلى أربعة يونت إلى أن نوصل تارجة بلد ما لك تكون تارجة فاستين بلد مادام بازل هو الفاستين ينقيس إليه كون 130 ميلي جرام بير دي سي ليتر أوكي خلصنا طيب إذا منفترض طلعت الجرعة عالية مالتنا نزود 2 إلى 4 كل ويك إذا صارت عد المريض هايبو غلايسيميا من الطاية إنسولين صارت عد هايبو غلايسيميا مبدئيا كون أحدد السبب مال هايبو غلايسيميا خاف أكو سبب غير الجرعة مال الإنسولين ممكن الجرعة صحيحة بس هو أخذ الجرعة حمام ساولة الإنسولين سيزداد عد أخذ الجرعة وراح على جهاز المشي أو على جهاز هذا اللي يتدرب العضلات أو المنطقة اللي ضرب بها الإنسولين العضلة رح تتحرك وبالتالي رح يصير إنسولين هواية حالات تحدد الهايبو غلايسيميا سببها بما أنت ببدئيا حددت أنه الهايبو غلايسيميا إكسكلود أنت لازم تنزل الجرعة مالت الإنسولين ماكو سبب ثاني طيب شلون تنزلها أيضا بنفس مقدار زيادة من ساعة 200 إلى 4 إنترنيشنال يونت بير ويك شانت الصاعد أيضا تنزل 200 إلى 4 إنترنيشنال بير ويك أوكي هاي الخطوة الأولى أول ما بلشت مريض مالتك شاي ياخذ حقوق وضفت هاي الخطوة الأولى خطوة الثانية وراء ثلاث تنزل هيموغلوبين A1C والحالية المالتك وابنورمل شاي سوى هالمرة بالإضافة للبيزل والأدوية مالتك هالمرة اش أضيف لأضيف لإنسولين بولس بولس يعني هذا اللي سبرو لول أسبار لول لوليسين لو حتى ريجولار نضيف لبولس بمقدار 0.1 international unit per kilogram per day 0.1 صغيرة أو لا والله خلي ما دوخك ما دوخك بس نروح نضيف له هاي شو أنت مغلو مغلو الحسابات نضيف له بس أربعة international unit per day بس أربعة علي من عليها جرعة بس جرعة الغد المين ميل اللي هي المين ميل تقريبا الغد نضيف له على جرعة الغد صار عدة الأدوية مالته والبيزة اللي ضفتها بالخطوة الأولى وهس أضفت له بولس بس على جرعة الرئيسية وأظل أزود واحد إلى ثنين international unit كل أسبوع وأستمر بها هاي الحالة وأباوع للتارجت إلى أن أصل ثلاث شهر أيست منا ما أتضبط أيضا بهاي الحالة شا سوي أروح أضيف البولس على المكانات اللي تبقت الريوك والعشق ما بيهن بولس وما ضيفلهم بنفس الطريقة أضيفلهم بحيث هالمرة المريض مالتي كان يأخذ أدويته وضفت لها بيزل وبعد ينضفت لها بولس على الغد وبعد ينضفت لها بولس على الريوك وعلى العشق واستمرت الست شر هاي تسعة شر أنا صال اللي أحاول ويا خلي نفترض واحد يسألني سؤال يقل لي إش وقت لعد أوقف أوقف الأورال مريض مالتك وصلت بحيث 0.4 الحد 0.4 انت مو باللجت 0.1 كأنه موصل التوتال جرعة 0.4 international unit per kg per day بهاي الحالة stop oral hypoglycemic agent and continue with insulin طبعا مو كل الأدوية اللي تقطحها الأورال أكو أدوية اللي ما لها علاقة بالإنسولين مثلا المتفورمين مو زيد الإنسولين سكريشن من البنكرياس المتفورمين حتى أي واحد الأذر insulin sensitizer يسمونه insulin sensitizer اللي سوي زيد sensitization of insulin receptor نقدر نستخدمها فلذلك ممكن نستمر على المتفورمين وي الإنسولين متفورمين بعضهم يأخذون مثلا الصباح وهذا وجعة الظهر متفورمين فهاي يا شباب هذا الحشية الكومية آني هسه هو تفاصيل يعني إلى حد ما تركنا بعض الحشي هواية بس إلى حد ما كافية على موضي الصير عندك فد background عن أنتو شلون تتعامل بقى الإنسولين وشينها أنواع الإنسولين ولكن حيث 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 نحن لا نستطيع نستمر بعد أكثر من شيء بس طولت كل شوية ممكن هسه صارت ساعتي وكسر فلذلك يا شباب أنا أتمنى ما تكون تأذيته كل وأتمنى لكم كل التوفيق وإذا أي واحد عنده سؤال أنا أكون بخدمتكم إن شاء الله